بسم الله الرحمن الرحيم في كرة القدم هناك من يلعب على سطح الكرة الأرضية وهناك من يلعب في زحل إبراهيش أهلا بك يا باشمهندس أهلا بك يا عزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم ملك وكتابة غبنا عنكم الفترة اللي فاتت كل سنة وانتوا طيبين لكن عدنا وموسم الكرة المصرية يصارع إن لم يكن يسابق حرارة الجو ارتفاع رهيب في درجة حرارة المنافسة تناثر كلام كبير كتير يا باشمهندس وتهديد للمسابقة في أمترها الأخيرة ما يحدث وكأن التحاد الكرة قد فوجي قبل بطولة الإفريقية فجأة اكتشف إن احنا هننظم كسلهم بأن شهرين بنقول يا جماعة التزموا بالجدول احترموا اللي انتوا بتحملوه احترموا نظامكم يقولوا إن والله حنمضي وحننتعهد وحناخد تعهدات لهم لعبوا غيرها حصل هذا الكلام وطمضي الأمور كما هم وخططوا بلاي يعجبهم الجملة دي قوي اللي بيحصل لأنا بكتبلك شيء أنت عارف إنه هو مش هيتصرف لصالحك وأنا عارف إن انت مش هتصرفه تعالي عم اكتب لنا تعاهد وقول لنا أنا موافق أعمل مش عارفه كل تلات يام حاضر ويجي بعد كده نراهل إنه ولاني يحدث ولاني يحدث دوري ودور بإيمانات الطلاق أيوة دوري علي الطلاق وكل ده يعني يعني طب أنا راجل معي إرشيل وقلت هعمل دورة رمضانية دوري بتاعنا بقى وبجيب الفرع بقول لهم مشتركوا بيقول لنا إيه طب نظامك إيه في الدوري بتاعك اللي إنت عاملوا بقى بيوحة تصرف عليه قال لهم والله كده واحد دين ثلاثة أربعة والله ما عرف أغير فيه كلمة أه صحيح والله ما عرف أغير فيه كلمة صحيح الدوري بتاعنا لو طلع عليه أي مسؤول عن الكرة في العالم لقضى على الدوري المصري دوري يلعب خارج الملعب أكثر ما ميلعب داخل الملعب خارج الملعب عشان كده أنت قلت بدري قوي الدوري يتخزن منبره يقول لك أول ما تقدمنا بقى عدل القيع كان عارف وقالك الدوري خارج الملعب لا عدل القيع بيقول لك لو كان الدوري في الملعب كان زمن لأهلي حسموا من ثلاثة أسابيع لكن الألعيب اللي بره الملعب هي اللي حطها لآخر يوم عشان يروح في حتة في مزاج بعض الناس الدوري أصبح مساء في كل العالم الناس بتقعد بتجهز نفسها عشان تلعب مطشاط وإحنا بنقعد نتكلم في مشاكل كل يوم كل يوم نتكلم في مشاكل كل يوم وما بقاش عارف مين مظلوم ومين ظالم لأ طبعا عارفين بس بس بيني وبينك ساعات الظالم ده يكون هو المظلوم مظلوم إيه أنه مجبر يعمل كده هو أنت فجئت بمعادل بطولة اللي بقالك ثلاثة أشهر حددتها مرتبتش أمورة ليه هو الأهلي لما يلعب في شهر فبراير اللي هو تسعة وعشرين يوم اللي هو ينقص يومين عن أي شهر سوي يلعب سبع مطشاط في تسعة وعشرين يوم هم الحقيقة في سبع وعشرين يوم لأن في يومين ما تلعبش فيهم حاجة وكان بيتهاجم اللي قال إنه بيتجامل دي خريطة كاملة هتشوفوها النهاردة لكن اللي بيحصل ده فعلا ما يحصلش في بلد ظهرت فيها الكرة وتأسس فيها الاتحاد من أكثر من مئة سنة الدور المصري نحن من أعرق الدوريات التحاد الكرة بدأ في العشرينيات من القرن الماضي أنتم متخيلين اتحاد مؤسسي فات عليه مئة سنة من تراكم الخبرات والقرارات والمكانة والتأثير والتأثر ومع هذا بيحط جدول للمباريات الأخيرة يقول الفريق الفلاني هيلعب مع ده أو ده حسب نتيجة الاتنين دول ده لو ما عملش حاجة في تاريخه الجملة دي يكفيه فتحا أنه هذا الإنجاز بهذا الشكل لا لا وفيك أكثر من كده يعني فيه بالله عليكم يا باش مهندس جملة كاشفة وكاسفة وفاضحة أكثر من جملة أقول زمالك هيلعب مع الحرس أو الجونة طبقا لنتائجهم طبقا لنتائج الاتنين دول أشوف مين اللي ريح ومين اللي تأكد بقاؤه ومين خلاص مش عايز حاجة من المرش فيه يلعب مع الزمالك فيه جدول يتحط بهذه المفضلة ويعترف بالجملة في الجدول اللي صادر عن اتحاد الكرة بهذا الشكل طيب عندما يحدث هذا دي تصرفات داخل الملعب ولا خارج الملعب لا خارج الملعب خارج الملعب مؤسرة على البطولة طبعا مؤسرة على البطولة هشوف لك مين هيسترع وادهولك طيب لما تيجي تقول بقى وكان الآله متقدما هم بيحسبوا ان الزمالك حيكسب كل ما تشاط اللي هم معرفين واخد بالك فإنما ما عطوش اعتبرهم التشابك بتاع الهبوط اللي أصبح الزمالك حيقابل فرق ما تقدرش غير تلعب من منتها القوة فكمان حتى دي مش عايزيني حقولها العدلة اللي تخصوهم هم اللي تخصوهم هم الموضوع ما يخصش القمة بقدر ما يخص القاع دلوقتي لان الآله في كل الأحوال غالبا هيبقى في كل الأحوال متش الزمالك والآله ولا هيجيب بطل الدول او مانا كمان ايه اروح عامل يطلع بيقولك علي الطلاق مانا لا كلام جميل يخصه هو عارف 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 احتياجاته وعارف انه هو ينفس كلامه ازاي لكن احنا بنتكلم في معيار انا هحدد بطل الدوري ان فرقة تقعد تستنى لبعد بطولة كاس الأمم الافريقية يكون الدنيا تغيرت واللي ريح ريح واللي سفر سفر واللي مشي مشي واللي جه جه وعندي قوائم لموسم جديد هتطحط في عارف مين هذا الكلام طيب في عارف مين هذا الكلام هقولكو من الناحية الخبرية الجديد ده ايه لانه كل العنوين الرئيسية اللي المهندس عادلي بيعرضها لكم هنتناولها بالتفصيل وبالمستند كمان لكن الجديد ان النهاردة اتحاد الكرة اعلن على لسان بقرار من المهندس هاني بوريدة رئيس الاتحاد اللي هيبقى لنا كلام عنه ولوه برضو بالتحديد تشكيل لجنة لحسم موضوع الدوري لانه لو ما عملوش حاجة غير الجملة الفاضحة دول تكفيهم خجلاً الحقيقة في تاريخهم وكلهم ناس افاضل بس ما ينفعش يكونوا موجودين على رأس الكرة المصرية وبيديروها ويتقال الكلام ده عب قوي عب جد الكلام ده بيتعمل بدون ورق رسمي وما يصحش ابداً تعلن بهذا الوضوح انحيازك ان انت لو ما لعبتش انا هسيب الاتنين دول لعبوا مع بعض والله هراية حيجي لعب الزمالك فتتقال كده بمنتهى الوضوح المهندس انا بريد اقرر تشكيل لجنة لحسم موضوع الدوري لجنة برقاسة الكابتن احمد شوبر نائب رئيس الاتحاد وعضوية المهندس احمد مجاهد والكابتن سيف زاهر والكابتن عصام عفتاح اعضاء مجلس الادارة والمهندس ايهاب لهيطة ومدير المنتخب الوطني للاستماع لمقترحاتهم ووجهات نظر المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والاندية المشاركة بما يخدم مصلحة المسابقة والاندية المشاركة ومن المقرر ان تعقد اللجنة اجتماعها في الواحدة ظهر غدا الجمعة الكابتن احمد شوبر له التصريح قال انه تم التحدث مع الاندية اصحاب الازمة والمتضررين من جدول الدوري هيحضروا الاجتماع غدا للوصول الى افضل حلول لاستكمال مسابقة الدوري وتأتي او يأتي تشكيل هذه اللجنة للاستماع الى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والاندية للتوصل الى انسى بالحلول ايه انسى بالحلول مونس عدلي قال شوية من شوية هو قبل ما تخش في الحلول لان دي طبعا موضوع الحلقة يعني لو لم يكن المهندس هاني وريده مصريا لكان من المنطقي ان تلجأ اليه مصر لتنظيم الكرة المصرية ليه لما اطيح بالاتحاد الدولي والمكتب التنفيذي من 24 عد ولم يبقى منه الا فرد ولا اتنين حاجة زي كده منهم هاني وريده اذن هو الاخطر والاخدم في الاتحاد الدولي هو الاكثر دراية ومعرفة باللواقح والنظم وليفيد الكرة كيف انت تلجأ يعني انت تلجأ للمستويات الاعلى لتنظيمك طبيعي انك تلجأ الاتحاد الدولي فلما يكون المهندس هاني وريده في هذه المكانة لا يمكن قبول او تصور انها يحدث ما يحدث في الكرة المصرية يهو يعني فيه حاجة شغلاء يفيه حاجة حكمة يفيه حاجة ما وش اقدر عليه يعني ممكن انا بقى في مجلس اقدارة ما اناش اقدر ان انا اماشي اتصحح وفي كل الاحوال وناشد المهندس هاني وريده حرصا على تاريخه يترتبها يتسبها انت اكبر بكسير ان التاريخ يحكم على حقبة من حقب الكرة المصرية بهذا الشكل العشوائي الموجه الغير منطقي يا باش مهندس يتنظمها يخوفي عليك يا صديق سيبها ما عنديش كلام تي طيب لكن فيه كلام كتير فيه كلام كتير هنأتي عليه بالتفصيل في سياقه في كل الظروف دي المنتخب بدأ لاستعداد لبطولة الامم الافريقية اللي هتقام في القاهرة ان شاء الله من 21 المقبل المكسيكي خفير اجيري المدير الفني للمنتخب اختار 25 لعب بالتأكيد حضراتك وتابعته الاختيارات لكن للتذكير فيهم تمانية محترفين في أربعة من الاهل وأربعة من الزمالك وخمسة من بيرامد واثنين من سموحة ولعب من المقولين ولعب من الإسماعيلي المحترفين في الخارج أحمد المحمدي لعب أسنفيللا الإنجليزي ومحمد صلاح نجم الليفربول الإنجليزي الكبير ومحمد النني نجم الأرسنال وأحمد حجازي المحترف في وسط برومتش الإنجليزي وأحمد حسن كوكا مهاجم أولومبياكوس اليوناني وعلي غزال لعب فيرنس البرتغالي ومحمود حسن تنزيجيه نجم أسم باشا التركي وعمر وردة لعب أتروميتوس اليوناني في أربع لعيبة من الآلي وأربعة من الزمالك وخمسة من بيرامد فالأربعة من الآلي الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن ومن الزمالك محمود جنش وطارع حامد ومحمود الوينش ومحمود علاء ومن بيرامد عبدالله السعيد وعمر جابر وأحمد الشناوي والثلاثة كانوا دوليين قبل ظهور تجربة بيرامد يعني عبدالله السعيد لعب دوله وهو في الصفوف الآلي وعمر جابر وأحمد الشناوي دوليين وهم في صفوف الزمالك أضيف ليهم أحمد أيمن منصور ونبيل عماد دونجا والاثنين حديث العهد بالمنتخب من سموحها محمد أبو جبل وأحمد فتوح من المقولين أحمد علي ومن الإسماعيلي باهر المحمدي طبعا الاختيارات أثرت بعض الجدل حوالين أسماء كتيرة كانت تستحق تكون موجودة شفنا صالح جمعة في تغريدة قال هو فين عبدالله جمعة فرد عبدالله قال هو فين صالح جمعة والاثنين الحقيقة كان لازم أن يكونوا موجودين في المنتخب زي رمضان صبحي كان حق يكون موجود زي محمود كهرابا كان حق يكون موجود محمد عواد حارس المرمى كان حق يكون موجود لكن عمر السلية بيقدم أفضل حالاته في خط الوسط أيضا استبعد لكن خلينا نقول أنه في كل الأحوال أجري والجهاز الفني هو المسؤول عن اختياراته الناس كانت بتأمل أنه يبقى فيه شرح أو تفسير للرأي العام عن حيثية الاختيار وفلسفة الرجل إيه لأنه الناس كلها متابعة وشايفة لعيبة كويسة قوي في مستويات عالية ما بتتخذش ولعيبة اتخذت مستوها ربما يكون أقل هو الخطورة في إيه أستاذ إبراهيم هو واضح أن الهيكل هيبقى معظمه من المحترفين في الخارج مع بعض الإضافات من هالمحترفين من الداخل هو مش مزنوق في الهيكل الرئيسي 18 لاعب على الأقل هيبقوا في زهنه وما فيش خلاف عليه لكن أنت في كل اختياراتك السابقة مع كوبر في أسماء هم هم اللي بيجوا وانت ما بتستعتمدش عليه أحمد حسن كوكا علي غزال كان فيه سام مرسي لا ما جابهوش المراضي واخد بالك إحنا مش ضد أي حد فهو هل هو بيجيب ناس عشان يسهل لما يمشوا ما يعملولوش دوشة ودي قائمة مبدئية هو قال كده لسه القائمة النهائية لكن بالتأكيد كمان ما تحبطش المكتهد في الدور المحلي إحنا كل بطولاتنا السابقة كانت بالمحلية وكلما تفوقنا في المحلية علينا في العالمية ودي نظرية حتى في الفن يعني مصطفى العقاد لما سألوه عمل الرسالة وعمر مختار فيلمين عالمية كيف تصل السينما المصرية إلى العالمية قال لها بالتفوق في المحلية أنا مش حاجة أعمل فيلم كوبوي في مصر هنما هعمل ولاد حريطنا وحعمل السكرية وحعمل مجتمعي وعمله حلم ودي اللي كان في وقت من الأوقات السينما الإيطالية تفوقت في الواقعية وحتى في الأدب العربي يعني نجيب محفوظ خد نوبل عن إيه عن المحلية مش مترجمة فأنت كويس أن يبقى عندك محترفين في الخارج لكن جميل جدا أنك تكتشف نجوم يعني أنا سعيد لأحمد أيمان منصور وسعيد لنبيل دونجا إيه الحياة اللي اتنين علموا بس فيه جنبهم ناس علمت قوي حرام إن محمد هاني ده ما يكونش في المتاخب إزاي يعني طول السنة متفوق وكل الناس متشيد به يجي له أصابة بركة يا جمع وانت قلت أسماء وعلي تضيف عليه أسماء لكن أنا اللي عايز أقوله طبعا في الآخر اللي حيقول عليه المنتخب إحنا هندعمه وحنقتنع به بس أنا بلقين لك وانت بتنقل وكلنا كنا فيه فطور دلوقتي انت في مجال معين أنا في مجال لكن كل الناس بتتكلم على موضوع الاختيارات لدرجة أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري وكأنهم يعني على طريق السينما المصرية ضيوف شرف بنتقدوا الوضع بيقولوا يعني حصل في تلفزيون مصري اللي كان بتخلط مش عاجبه الاختيارات بتاعة المنتخب لكن هو لو قلت له حيقولك وأنا مالي وأنا أنا بفرض على أجاري حاجة لكن هو كمسؤول حتى الآن نتمنى أن نصل إلى أحسن توليفة المهم في الآخر أن كلنا وراء المنتخب بكل انتماءاتنا بكل انتماءاتنا بكل جماهريتنا كلنا ننسى بقى إيه اللي كان مزعلنا الفطرة اللي فاتت وإيه اللي بسيطنا لكن لازم لازم اسم مصر عندما تتصدى مصر لازم تنجح لا نملك طرف عجب النجاح والنجاح هنا هيبقى نجاح اقصادي ده نمرة ثلاثة برياضي اتنين تنظيمي ثلاثة فني واحد فني بالعكس فالتنين وثلاثة لا قيمة لها إلا إذا كنت إنت اللي هتلعب الماتش الفاينل وتكسبه وإنت لعبت البطولة اللي فاتت برا أرضك وخسرت الفاينل لكن إنت لازم بإذن الله تكسب على أرضك عندنا عناصر والله عندنا عناصر بس لا الجو ما حطناش أحسن مناخ ممنازمة الجو والمناخ وأفريقيا الأهلي احتفظ برقمه القياسي والأهلي حتى وهو ظروف حالة دون أنه يكمل مشواره في دور أبطال أفريقيا لكن ما يسعد كل أهلاوي وما يدعو للفخر فعلا أنه ما من رقم قياسي بنور في تاريخ الكرة الأفريقية إلا وكان صاحبه النادي الأهلي نزال يحتكر كل الألقاب فكل الألقاب وكل الأرقام القياسية وكل علامات التمييز هتلاقيها أهلوية الأهلي احتفظ برقمه القياسي في شباك النظيفة لمدة يعني شباك الأهلي ظلت نظيفة في أفريقيا لمدة 781 ديئة متتالية 781 ديئة متتالية لم تهتز فيها شباك الأهلي قريا منذ 2006 الرقم ده كان هدده الزمالك في مشاركته الحالية في الكنفدرالية اللي بياخد فيها مباراة العودة يوم الحد مع نهضة بركان المغربي في برج العرب رقم الزمالك توقف بهدف بركان المغربي عند 750 ديئة فقط ليظل المقام محفوظ للأهلي في الشباك النظيفة لمدة 781 ديئة وبرده كويس إن المنافسة بين أندية مصرية ده كويس زي ما كان كويس زي النهاردة من اللحظة التاريخية بقى لحظة تاريخية اللي بتسعد كل الأهلوية والمفروض كل المصريين الحقيقة في 21 مايو 2001 لحظة تتويج الأهلي باللقب الأغلى في تاريخه لحظة استلام الكابتن صالح سليم وسام نادي القرن في القر ده حصل في 21 مايو 2001 لما تسلم الميسور عليه رحمة الله وسام نادي القرن في حفل الاتحاد الأفريقي في جوهانس بيرج كانت لحظة فعلا مدعاه للفقر الكبير جدا لكل الأهلوية والمناسبة لكل المصريين لأنه كان رائع جدا أن يكون النادي التاني بعد النادي الأهلي هو نادي الزمالك الشقيق ده كان في 21 مايو 2001 نفكركم بهذه اللحظة التاريخية في مثل هذا اليوم جوهانس بيرج بجنوب أفريقيا يتسلم جائزة النادي الأهلي كنادي القرن في أفريقيا فكانت هذه الجائزة هي التكريم الحقيقي للإثنين معا النادي ورئيسه أفضل نادي في القرن العشرين النادي الأهلي المسري في القرن العفريقيا سيداتي 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 بهذا الإنجاز وهذا اللقف في ألف يوم برون وحشنا المجل وحشنا المجل ها ايه ده ايه ده الله رحمه وكركب الله ها عليه ورحمة الله ها طبعا 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 دي صورة الجائزة هي الجائزة على فكرة أنا أما شفتها ايها ايه دي ايه دي يعني كنت فكرة حاجة ذهب اه ده تعمل يعني اه لكن هي قيمتها في معناها اه قيمتها في معناها اه ايه المناسبة اه احنا ما كسبناش البطولة بقىنا خمس سنين اه 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 2013 اه دي ساد السنة ايه عايزين اخر خمس سنين ترتيب الاندية بس انسى كل اللي فات عايز ترتيب الاندية من الاعداد دلوقتي ترتيب الاندية في اخر خمس سنين الاندية الافريقية هنجيبها هنجيبها لكنه كمان اللي احنا ما كسبناش فيهم اه ولا بطولة بمناسبة الاهل والاسماعيلي المباراة الاخيرة اللي انتهت واحد واحد الاهل والاسماعيلي بيحتفظ في سجل الكرة المصرية باسرع مباراة وامتع مباراة في تاريخ الكرة المصرية وكانت زي النهاردة في عشرين مايو الفين واثنين اربعة اربعة في استاد القاهرة مباراة مفيش بعد كده متعة مفيش بعد كده اثارة مفيش بعد كده ندية اعتقد لما صنفت ان هي المباراة الاسرع في تاريخ الكرة المصرية كان فعلا ده تصنيف دقيق وحقيقي لانه المباراة سجل لله لمحمد فاروق واحمد بلال سجل هدفينه وعلى ابراهيم سجل من ضربة جزاء وسجل للاسماعيل محمد بركاته وعمر فهيم واسلام الشاطر من ضربة جزاء وعطيها صبر من ضربة جزاء ايضا مباراة اضعت على الاهلي الفورج بالدول في هذا الموسم هتولنا اللقطة دي عشان تشوف الجوند عشان اللي بحب يتكلمه كتير ايه شوف الفاول اللي معمول على محمد فاروق ساعة الوفر مطرفها اه لا مش دي لا لا دي دي جوند ضاعت عادم اه لا اللي قابليها شوفت شوف الاثنين اللي وقعوا على الارض اه خدوا وقع بيه اي عشان بتكلم والناس بيقولك في زقق قبل الكورة وفي زقق بعد الكورة وفي زقق اثناء الكورة وقعد كان في نيته هيزق اه يلا دي كانت المباراة الاسرع والاكسر ودول الاهداف المثيرة في هزه المباراة اللي قضعت على الاقل فرصة احراز لقب الدوري في الفين وواحد اقل من عشرين ثانية في الكورة ما كانت مع الكابتن بلال ناحية اللي مين اي لو شطها في الناحية التانية شطها اي تجوني سلامها ولعبها ايد بريج اللي كان خلص المطش اي انما اللي حصل انه تقطعت وراح تتنقل عندنا تلات نقلات وجد جمع كان اهلي من دقيقة يعني بصوا علشان نتكلم على اللعب النظيف لانه الليلة تشبه البارح في المباراة دي بيقود الاسماعيلي كمدرب كابتن محسن صالح ابن النادي الالي واحد من النجوم ومدرب الالي السابقين اصحاب التاريخي الكبير في الكرة المصرية بصوا اخلاص محسن صالح في قيادة الاسماعيلي ضد الاهلي هتفتكروا مبارح كريم بامبو ابن الالي وهو بيسجل في الاهلي في الوقت القاتل وهو الهدف بتاع الاخر ثلاث مباريات يعني متوقع ان يجيب جوه بالزبط شفوا وهو ده النادي الاهلي يا جماعة وهو ده اللي المفروض يكون عليه كل الاندية او ده حال الرياضة المفروض النزاهة والشرف النزاهة والشرف دي قيم مش مجرد كلام يعني هو جاب جون الفكان بعلاق ميهوب في الولمبي يعني هو الاتعس ليلة امس وجابوا الجون بهدوء وبحرفانة وبثقة وبإتقان مش عشوائي يعني مش خلص منها وشاطها فجات جون لا جون بمعلامة او حييه وحييه على خلقه وحييه على اخلاصه وحييه على مهارته وحييه على كفاءته على نزاهته النزاهة النزاهة لانه اي واحد منصف يشوف اللي عمله كريم بمبو لازم ان يحييه ولازم ان يحيي النادي الاهلي اللي لعمره عمره مفكر انه ينقض مبدأ رياضي ولا عمره يمتعد من ابن ليه اجاد قدامه اذا كان محسن صالح في مباراة زي النهاردة في 2001 او كريم بمبو امبارح شوفوا الربط بين الاحداث بين نفس الناديين ونفس البطولة ونفس التأثير بس ان شاء الله مباراة الامس ما تأثرش في مسار الاهلي نحو الاحتفاظ باللقب بإذن الله لانه ما حصلتش حاجة حقيقية فقط الاهلي كان عنده اريحية ربما انتقلت للناحية التانية لكنه احتفظ للاهلي ايضا بانه يكسب مباراتين بقيين يتوج بطلا للدوري بدون اي كلام وبدون انتظار اي شيء وده اللي هنستعاده ده النهاردة ليه التعادل تم مبارح ايه الاخطاء اللي ارتكبت ايه ظروف هذه المباراة كلها تفاصيل مهمة سنأتي عليها وعلى غيرها بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد الحياة من انبارح بمجرد انتهاء مبارات الاهلي والاسماعيل بالتعادل بمجرد مظاهرة احاديث الكلام عن فكرة المباراة المؤجلات والطريقة اللي الاتحاد اعلن بها جدول المباراة واعتراض بعض الانديا المهددة والجملة الفاضحة الكاشفة الكاسفة انه الزمالك هيلعب مع دي او دي في ضوء النتاج حسب من اللي ارتاح لأول وصار جدل كبير جدا وكان جمهور الاهلي معاه حق في جزئية هو الاهلي فين هو الاهلي ساكت ليه هو الاهلي واقع عليه الضرر ما بيتكلمش في ناس بتدير المسابقة بعليا الطلاق في ناس بتحقق اهدافها بيمين الطلاق فيه اتحاد بيرضخ لتهديدات والاهلي فين وانا استقبلت السؤال ده كتير جدا على السوشيال ميديا كل ما اقول جملة يجين الرد طب هو الاهلي فين على تويتر على الفيسبوك في كله يسأل ايه موقف الاهلي شوف شوف بس انا بس قبل ما تقول موقف الاهلي يعني عايز اوضح نقطة اه الرأي العام بيتعامل مع اخبار بيتم اطلاقها اه والاهلي يتعامل مع خطابات رسمية اه فالكلام المتناسر اللي بقاله عشر ايام مكانش ده قرار لسه صدر من اتحاد الكرة باي حاجة لاني تا ممكن تقعد تحتاجه وتمعد اتحاد الكرة وقالك من قالك ان انا هعمل كده اول ما جاء الجدول من يومين ثلاثة لا في اجتماعات مكسفة لمناقشة هذا الامر يمكن ما كانش فيه كلام من المجلس قبل المباراة عشان ما متؤسرش على المباراة لكن كمان كل حاجة معمولة في توقيت لاني ميبقى عندك مباراة يا سيمة اه يدي لقنبلة يوم المطش بتاع تلبيخك تقعد تتكلم فيها ويبقى هي مصار الحديث يتسكت عشان تركز في المطش يتنشغل البيئة وتنشغل على المطش هو الاني مش فين هو الاني موجود بس مستني حاجة يقدر نقشها حاجة رسمي طيب طلع النادي طلع النادي النهاردة تفاصيل منذ قليل ما تم اليوم في اجتماع مهم جدا لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفاوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على نشاط كرة القدم اجتماع مطول له لمدة ساعتين تقريبا مع الكابتن سيد عبد حفيز مدير الكرة للاستقرار على الوضع العام وموقف النادي ايه وقال النادي في تفصيلة مجرة ان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي عقد اجتماعه مطولا بعد ظهر اليوم الجمعة مع الكابتن سيد عبد حفيز مدير الكرة للتشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدورة التي اعلن عنها اتحاد كرة القدم مؤخرا واثرت جدلا كبيرا بين معظم الأندية لسيما وانها لم تراعي تحقيق مبدأ تكافل فرص بين الأندية المتنافسة سواء في المقدمة او بين الأندية التي تسرع من اجل الهروب من الهبوط خلال الاجتماع شرح سيد عبد الحفيز رؤية الجهاز الفني بشأن المواعيد المشار اليها وتطرق الحديث الى قراءة كاملة في جدول الدوري هذا الموسم ومواعيد مباريات الاهلي وتعاون النادي في الكثير من الأوقات لنجاح المسابقة ومفاقتها على أداء مباراة كل 72 ساعة طوال 8 مباريات وليسي بنقولك في شهر في فراير يعني 7 مطشات في 27 يو وأيضا عدم تعقيب الأهلي على قرارات التأجيل المتكررة للمساعدة على تهدئة الأجواء ونجاح المسابقة وانتظارا لإطلاع الكل بمسؤولياته لتحقيق العدالة بين الأندية المتنفسة هنا النادي بيقولك أنا هستنى لما تشوفكم هتعملوا إيه بما يحفظ حقوق التكافؤ وده جاي مواكب مع اللجنة اللي اتحاد الكرة شكلها للنظر في إنقاذ الموسم فالأهلي بيقوله انتظارا لإطلاع الكل بمسؤولياته لتحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة قبل ختم البطولة أيضا جاء في قراءة موعيد المباراة المتبقية الترتيب الذي جرى بالمخالفة لقواعد اللعب النظيف انت هنا ما بترعيش الفير بليه أبدا انت هنا منتاش حريص على اللعب النظيف في الموعيد وقال الأهلي في بيانه وأداء جميع الفرق لمباراةها في أجواء مماثلة تماشيا مع مبدأ المنافسة الشريفة كما تطرق الاجتماع إلى الاهتمام الواضح من جانب التحاضي الكرة بتحديد موقف الهبطين دون الأخذ في الحسبان تأثير الترتيب الخاص بإقامة مبارياتهم الأخيرة على تحديد هوية البطل وهو ما يتنافى مع تحقيق العدالة في المنافسة وده تعقيبا على الجملة الكاشفة الفاضحة الكاسفة ان انت تحطيلي جدول وتقول لي زمالك هيلعب مع حرص الحدود أو الجونة يعني حرص الحدود يعني مع مين بلها نادية خصوصه يجي عقب تحت في تفسير ده في الجملة اللي انتوا شايفينها انه ده هيتم في دوق ما ينتج عنه مباريات الطرفين التانيين ده هيعمل ايه مع ده يتقلك في سيتم تحديد هذه المباراة بعد مبارتين حرص الحدود وبرامد والجونة والاسماعيلي لما نشوف مين اللي هيستريح في البقاء ويبقى ما عندوش مشكلة في مواجهة الزمالك هنخطها له كده كده عشان كده كلام النادي تحدث عن انه ما تم اقراره يتنافع مع ابسط قواعد اللعب النظيف ومراعاة حقوق كل الاندية شهدت الجلسة بين رئيس الاهل ومدير الكرة اللي استمرت قرابة الساعتين الى الضرر البالغ الذي سوف يلحق بكل الاندية حال تأجيل بعض المباريات لما بعد كأس الامم يعني 60 يوم الامر الذي يعوق الترتيب لفترات الاعداد للموسم الجديد وكذلك التعاقد مع لعبين جدد وتسويق اخرين وايضا الضرر الذي سوف تدفع ثمنه الكرة الاندية المصرية التي ستشارك في البطولات الافريقية بعد نهاية مسابقة الدور بايام معدودة وهي فترة بين كابت محمود الخطيب ومدير جهاز الكرة في جلسة تكملية بعد ظهر غد يعقوبها رفع الامر للمجلس الادارة لاتخاذ القرار الذي يحفظ حقوق النادي اذا بس اول حاجة لازم الانس تفهم هذه قراءة في مدار من اجتماعات وقراءة خبرية اي اما القرار فلسه هيترفع لمجلس الادارة هياخد قرار هيبقى فيه ساعة بيان قرار لكن نحن الان بصدد قراءة في المشهد طيب كاس الأمم يا جماعة بإذن الله منتخب مصر يتأهل يلعب الفاينل بإذن الله يخرص تسعة تاشر سبعة تسعة تاشر سبعة امبارح الاهل اللعب اخر مباراة له وتقال انه حسب الجدول ده هيترحل المباراتين الاهل والمقولين والاهل والزمالك حسب ما تقال لامتى لما بعد كاس الأمم الأفريقية يعني مش هيبقى قبل اتنين وعشرين تلاتة وعشرين سبعة هتلعب بعد شهرين بالزبط من تلاتة وعشرين لتلاتة وعشرين طيب ستين يوم هنا السؤال بقى للناس خبراء الكرة والسادة الأفاضل المحترمين وكلهم ناس محترمين بجد في اتحاد الكرة هل من المنطقي ومن الطبيعي أجمد الكرة المصرية لمدة شهرين المنتخب خاد اللعيبة خاد أربعة من الأهل وأربعة من الزمالك وخمسة من بيرامدز واتنين من السموحة واحد من المقولين واحد من الإسماعيل ثم المحترفين في الخارج هل من المنطقي الناس تقعد في البيت لمدة شهرين بتتدرب عشان تاني يوم تروح تتمرم التدريب يعقوبه تمرين والتمرين يجي بعده تدريب ويفضل الحال للمعلق للناس خادت أجازة ولا الناس ريحت ولا الناس استعدت للمجديد ولا الأندية سواءت لعبيها ولا حطت قوائمها ولا استعدت للموسم القري هو إيه الموسم القري ما هو أنت اخد بالك حاجة الدورة هيخلص بالشكل اللي هم عايزينه في نهاية شهر سبعة عشان يدخل مباشرة الأهل واللي حيشارك معاه في البطولات الأفريقية بشكل مباشر ومستمر فيه كده فيه كده فيه حرص منك أن أنت تلضم الموسم مع بعضيها واتطلع عين الأندية اللي هتشارك في أفريقيا بالشكل ده في منطق عشان هتخلي الأندية كلها متعلقة متعلقة شهرين كاملين عشان مباراة طيب هتلي دوري في العالم متنظم بالطريقة دي عشان كده بقولك يبدو أن إحنا بنلعب في زحل وهم بنلعبوا في الكرة الأرضية ولذلك كان عشم كبير جدا جدا ومازال في المهانس هنا بريدة اللي لازم يخرج من الضغوط اللي هو فيها ويبتدي بقى يحط خبراته اللي هي أهلته أن يكون مسؤول في الإتحاد الإفريقيا والإتحاد الدولي لصالح الكرة المصرية التاريخ مش هيرحم حد وهو يملك هذا اللجنة اللي اتعاملت دي كان ينبغي أنها تتعامل من شهر أو شهرين عشان الأندية ما تحتكش ببعضها دلوقتي كل المسائل فيها أندية هتحتكب بعضها مؤكد أيا كان القرار وده مش إيه اللي استفادته الكور مصري وإحنا داخلين على بطول الكاس الأم غير الارتباك في المشهد أنت قدمت حل وهو حل منطقي يريد تشرحونا ببساطة كده لأن يعني هو في ذهن ناس كثيرين أو كتر طيب المعيار المطلوب أنه الأندية المهددة تلعب في توقيت واحد حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص ده رائع إزاي أنت دلوقتي يعني بالترجمة تعترض ومع حق قالك مش هلعب مع المقاولين قبل ما المقاولين يلعب مع الأهلي والأهلي مش هلعب مع المقاولين إلا لما الزمالك يلعب مؤجلاته طيب وبعدين أنتوا عايزين المصلحة العامة ولا عايزين تخافوا من علي الطلاق لو هي الفكرة مراعاة ليمين الطلاق يبقى أرجوك وغيروا يفطط الاتحاد المصر للكرة القدر اللي بقى جمعية شرعية اللي بقى أي حاجة ودية تديروها بطريقتكم لكن بخبراتكم وقيمتكم وقاماتكم الكبيرة ما ينفعش الوضع ده يكون ما ينفعش الوضع ده يكون بجد إن أنا أجمد الأندية تفضل تتمرن لمدة شهرين عشان مباراة باقية ولا تعرف تستعد الموسم جديد ولا اللعبة خدت راحة ولا اللعايز ينتقل انتقل ولا اللعايز يسوق لعيبة عنده سوق ولا اللعايز يستعد للموسم القر الجديد استعد كل ده ليه كل هذه السلبيات عشان أنتوا خايفين من مواجهة الحقيقة كل هذه السلبيات عشان ما حدش عنده الجرأة إن يقول الصحة إيه أو الدول كاس الأمم إحنا هنشارك فيها لوحدنا معانا أندية يا سيدي في الشمال الإفريقي أندية دول شقيقة اللي هي بتلعب الفاينالات بتلعب الفاينال البطولات الأفريقية في الأندية وعندها دور والله العظيم زينا ودوريات محترمة كمان وحاجة كاس الأمم وجاية بأهداف المنافسة ببساطة جديدة جدا معسكر المنتخب موجود اللعيبة بتاعة الأندية موجودين في معسكر المنتخب لكن الدوري شغال هتقول لي بيلعبه بدون الدوليين لا يوم مباراة النادي لو لعيب في الترجه هيطلع يروح يلعب مباراة الترجه يطلع الصبح يروح معسكر في رئيته يلعب المباراة ويرجع معسكر المنتخب أعتقد ما فيش إعداد ولا في حفاظ على جهزية بدنية أحسن من كده سيبكوا من كل التهوشات والتماثيل اللي أنتو نصبينها أن أنا أدخل معسكر مغلق واقفل عليهم أنت بتتكلم على لعيبة محترفة كبيرة يهمك أن أنت تحطوا في الأفضل جهزية بدنية ووصل المنافسين بتوعك عملوا كده والمنافسين شغالين الكلام ده ميزته إيه الميزة المباشرة بتاعته أن أنت أنقذت كل الأندية من شهرين راحة سلبية مجمدة يتمرنوا عشان يرجعوا يتمرنوا تعرف الراحة السلبية يا أستاذ إبراهيم ممكن تكون هي دي بارقة الأمد أن الكورة مصرية تتعافى الموسم اللي جاني بالصبت الناس تأخذ راحتها في خلال شهرين أو هيبقى شهر ونص اللي يعالج مصابين واللي يسوق لعيبته واللي يجاهز قيمته واللي رايح لعيبه واللي غير أجهزة فنية واللي عيب ده رابط ده مش رابط واللي عيب نفسه يرتاع عشان تدخل للموسم الجديد هل أنتو مش حرسين على الموسم الجديد؟ هل أنتو كل مشكلتكو في علاية الطلاق؟ هي دي بس المشكلة زقاب عصاية زقاب عصاية على رأي المهندس عدلة تروح لحب غيري مش معقولة طيب الحل إيه؟ سأل للمهندس عدلة أنت بتقول عايز معسكر المنتخب خمسة ستة طيب هو لو لعبة الأهل والزمالك تأجل انضمامها للمنتخب تمانية أو تسعة ستة في مشكلة عندك؟ معتقدش في مشكلة طيب هل الزمالك لما ينتهي من مباراته العودة إن شاء الله يوم الحد ستة وعشرين تسعة ستة وعشرين خمسة ابتداء من سبعة وعشرين خمسة لغاية يوم تسعة أو عشرة ستة عندك أربعتاشر يوم أربعتاشر يوم هل أربعتاشر يوم مش كافيين إن الزمالك يلعب خمس ماتشاط هيلعب كل اتنين وسبعين ساعة مباراة أنتوا عندكوا ورقة قلتوا وأنتوا بتأجلوا وبتبهدل الدنيا الفترة اللي فاتت قلتوا أنه أنتوا عندكوا إقرار من نادي الزمالك إنه موافق يلعب كل تمانية واربعين ساعة مباراة أسوة باللي حصل مع الأهلي بشرط إنه تتأجل مباراة الزمالك مع الإنتاج وإن الزمالك يتفرغ وده شيء كويس زي شيء بدون رصيد أنت عارف أنك بتاخد شيء بدون رصيد لأنك مش ناوي تصرفه بس أنت عندك هذا الإقرار ولا تدحك عليك أنت عندك السعداد تنظم وتمشي الصح وتحفظ حقوق المنافسة بين كل الأطراف ولا أنت تدحك عليك فبتدحك عن ناس لو عندك هذه الورقة أو هذا الموافقة أو هذا التوجه فإن أنت عايز تنقذ موسم خلاص عندك ثلاث أربع حلول اختار إحداها يتأجل انضمام لعب الآلوة الزمالك لمعسكر المنتخب أو ينضموا لمعسكر المنتخب ويخرجوا فقط يوم المباراة يلعبوا مع نديهم ويرجعوا لمعسكر أو لو الأندية توافق إنها تلعب الدور بدون الدوليين يبقى ده قرارها لو اجتموا عليه في كل الأحوال عندك حلول كتيرة جدا خاصة يا أستاذ إبراهيم أسوأ الحلول اللي أنتوا طلعتوه في الجدول الكاسف المفضوح ده لأنه لا التاريخ يا رحمكم ولا المفروض ده يحصل مع أندية غلابة تمزيني نتخال يا أستاذ إبراهيم على البقاء يعني يعني طب لو الأندية صممت وعندها حق هيتعمل ايه أسوأ يا أستاذ إبراهيم أنا عندي قناعة إن كورتنا اللي إحنا قابلين عليها دي وكل ما نتكلم ولك بلاش استقواء بالخارج لو أي جهة أشرافية دولية شافت ظروف الدوري بتاعنا لا يمكن هتعترف في هذه المسابقة اختلاط في كل شيء تداخل في المصالح في كل شيء عملية ما فيش نادي حقيقة عرف يقدم الشروط اللي لتحاد الدولة عايزة سواء في الإنفاق سواء في المدخيل سواء في اختلاط المصالح سواء في التصريحات سواء في التأجيلات سواء في التعهدات سواء في حاجات كتير جدا هي مليئة بالصغرات لكن بنقول ما عليش موسم ويعدي عشان يعدي على الأقل المراحل الحسين ما فيه خلي فيه شيء مش شفافية وابني لصالح الموسم اللي جاي ابني للكرة المصرية في اللي جاي تاني المهندس هنا بريدة بما يمثله من قيمة الساحة الكروية وخبرات واتصالات والله يا باش مهندس تلعب الجيم لصالحك انت مش تصالح اي حد يا سيدي اني تقال في يوم الايام الراجل ده خاد القرار الصح واحد اتنين تلات اربعة على فكرة الشارع المصري مختنع جدا بعدم عدالة الجدوى اللي زيزات بكل انتماءاته حط تحت دي خطوط انا لما حطت الجدوى على تويتر لقيت نزم الكروية اقول لي هما ازاي كتبوا كده ما انا بقول يعني حتى الناس اللي انت بتجاملهم قالوا ازاي ده يحصل ازاي ده يحصل ما هو ازاي ده يحصل لانه فيه فيه مشاكل كتيرة وهو على رأي التحليل بتاع الخبر بتاع النادي الاهلي انتم ليه بصين على صراع البقاء وترتيب الجدول البطولة نفسها اللي حترتب حقوق يعني مثلا فريق عايز يطلع الرابة عشان يشارك في افريقيا على فكرة هو بيراميز ما عندوش فرصة في الدوري وفي المركز التاني عنده نظريا عنده نظريا عنده المقولين والمصري صراع على المركز الرابع ده صراع واضح جدا طم كل حاجة تمشي في السياق يا اخوانا وكل واحد ياخد شلته وحقه واللي يخسر سعيته حتى يبقى مقدرش يتكلم صحيح اتخذ حقه وخلاص ربنا ما وفقوش هو مش بالضرورة ان كل واحد يطلب طلب انه حيحقق منه مكسب بس نفسيته ترتاح يعني نرجو نرجو اتحاد الكورة فعلا نرايح الدنيا كلها ولو على حساب ان انت قلتها فيه اربع لعيبة هنا واربع لعيبة هنا من الاهل وزمالك يتأخروا ثلاثة ايام وتتضبط الليلة كلها ونخلص اذا هو ده لو انتوا عايزين تحلوا وعايزين تحترموا التاريخ وعايزين تستهدوا بالله في شهر رمضان وتدركوا ان انتوا فعلا بتديروا المنافس المسابقة المفروض تكونوا فيها بالجملة المصرية المملة على خط واحد او على مسافة واحدة بين الجميع او يعملوا زي الاتحاد المغرب ده بالمناسبة يعني طب ما يعملوا كده حتى لو تصمموا ياخدوا اللعبة طلعوهم يلعبوا ما تشاهدوا ميرجع وده موجود ما انا بقول لكم يعني كويس ان في الاجتماع اللي هيكون موجود بكرة في اتحاد الكرة المهندس يهاب لهيطة مدير جهاز المنتخد ايه مشكلتكم انه لعبت الاهل والزمالك وبقية اللعبة اللي من الاندية تطلع تشارك في المباريات اندياتها وترجع بشرط انها تطلع صباح نفس اليوم المباراة انت هتطلع تروح تلعب المباراة وبعد المباراة ترجع المعسكر بتاعك يا سيدي حتى لو طلعتها بالليل وعيه يجرى ايه لا يعني علي يجي النادي يقول لك لا عشان اتطمن ان اللعب ينايم ولا مش نايم صاحي ولا مش صاحي طلعوا بالليل ويجيلك تاني يوم ايه المشكلة يعني حفاظا على استقرار جهاز المنتخب اللي يتم الاتفاق عليه لكنه انا عارف انه حتى الاندية هترحب بده انه ما فيش مشكلة انه اللعب يطلع له يا جماعة انتم بتلعب بتتعاملوا مع لعيبة كبيرة لعيبة دوليين لعيبة عندها مسئوليات لعيبة محترفة وبارقام كبيرة فبالتالي ما بنعملهمش كاطفال خايفين عليهم هيطلع الصبح يروح معسكر النادي بتاعه يلعب المباراة ويرجع بالليل ما اعتقدش جهاز وحيكونوا موجودين معاك قبل انطلاق البطولة بعشر تيام متفرغين معاك طيب هو ده مسألة بسيطة جدا ومسألة طيبة في مقابل ده خدوا كل المزايا اللي هتتم انه كل الاندية هتتنفس الصعضاء على مدى شهرين كاملين ما فيش وكل هيراح هتفاعمل موسم جديد سليع براحة تامة هو انت انت ناسي حاجة بقى مش لسه عندك كاس مصر وارتزاماته اللي هناك تفكيري ان يلعب في بداية الموسم الجديد فانت عندك لسه حاجات عايزة حاسم اي فكفاية كفاية بقى تشابك وخلونا نخلص بقى طيب ده المفروض يتم اللي حاصل ايه احنا لما بنقول انه الزمالك وافق انه يلعب مبارياته كل تمانية واربعين ساعة اتحاد الكورة ذات نفسه اعلن كده وتلقى هذه الموافقة هو انت ليه لما مع النادي الاقل بتمسك له على الورقة بس انت تذكر ساعتها انا قلت ايه قلت ايه هنا افلح انصادا قلت لان يحدث طيب بص على الشاشة هذا الخطاب الخطاب ده من نادي الزمالك الى التحاضر الكورة بشأن هذه المباريات بمواقع من الاساس مرتضى منصور رئيس مجلس اليدارة السيد مهندس هاني ابو ريدا عشان كده ده موجه للمهندس هاني ابو ريدا يا بتتحاكوا علينا يا انتم موافقين ويدحك عليكم يسعدني ان اهدي سياداتكم خلص تحياته وتحيات مجلس ادارة نادي الزمالك للالعب الرياضية بناء على الخطاب الورد الينا من سياداتكم بشأن موافقة مجلس ادارة الاتحاد المصر لكورة الخدم على تأجيل مباراة الفريق الاول لكورة الخدم مع الانتاج الحربي بالدور العام لذا نتشرف بالاحاطة بموافقة مجلس ادارة نادي الزمالك للالعب الرياضية على اقامة المباريات القادمة للفريق الاول لكورة الخدم بنادي الزمالك ايام تسعة واثناشر وخمستاشر مايو وفقا لما جاء بكتابكم وتفضلوا بجزيل الشكر معناه ايه ده بقى تسعة واثناشر وخمستاشر يعني كوني تلات ايام زي واحد مدي شيك بدون رصيده والتاني اقل وانا مش هصرفه طيب انتوا عندوكوا هزي الموافقات لما لجنة المسابقات برئاسة المهندس عامر حسين خطت الجدول وخطت الجملة المفضوحة اول اللي في نهاية الجدول مش كان عندها هذه الموافقة مش كان عندها هذا الاقرار بالاستعداد لاداء مباراة كل اقل من 72 ساعة السؤال بقى ده لما ما حصلش اثر ولا ما اثرش اثر ان انت اجلك بناء عليه لا مش بس التأجيل انت هذا فريق بيلعب بقى ريحية فريق كان بيلعب تحت ضغوط بالزبط فين العدالة هنا حطيت الالي تحت ضغط خلته يلعب ده داخل الملعب اللي خارج الملعب الكلام ده وقلت له هنشوف ده بعد كده طيب بعد كده بتضحك عالناس يعني بعد ما جالك الجواب وبعد ما اجلت المؤجل وجزقت المجزة وكشفت المكشوف وكسافت المكسوف جايت تطلع جملة زي دي عشان تقول لي بقيت الاندية ان انت شغال وان وي هل ده فيه ابسط قواعد حفظ تكافؤ الفرص والعدالة بين الاندية ما هي اما تضحك عليك يا اما بتضحك عن الناس وانت بتحط الجدول بهذا الشكل اما وان عندك هذه الموافقات انت لما بتنفذهاش ايه اللي بيمنعك بجد من ان انت تكون فير ايه اللي بيمنعك ان انت تكون على قدر المسئولية في فرض النظام على الجميع يمين الطلاق يعني هونا كل نادي يقدر يحلق طبع لا انا منداش جدا الحوار اللي بنائنا عليه اتحاد الكورة قال لهم طب التزموا بالجدول ده فبعطوا له التزام ماذا كان يعني ينقص اتحاد الكورة ان ينفذه إلا اذا كان مفيش ارادة داخل اتحاد الكورة لتنفيذ هذا الامر مفيش ارادة مفيش ارادة طيب اتحاد الكورة ليه احنا بنقول اولا النادي الزمالك في مشاركته الافريقية نتمنى له كل التوفيء ان شاء الله في مباراة الحد لانه اي انجاز يتم على الصعيد الخارجي مهما اتقال بين الجماهير انه ده حاجة تخص النادي الوحده لا يا سيدي يسعد مصر كلها ان كل ولادها ينجحه النادي الآلي طول عمره حتى وهو في المعترك الافريقي لو كان بيبص المصلحته انه يقدر يدخل بطولة عشان يقفل على الزمالك ما يشاركش بالبطولة التانية كان تقريبا الزمالك فقد نصف فرص القابل القرية نصف الفرص اللي خدها كان بيخدها لانه الاهل بيفضل المشاركة في البطولة التانية كان بيقول عن البطل وبيختار بطولة بيختار البطولة وبيفصح الطريق للزمالك هو ده الاهلي وهو ده الزمالك وهي ده العلاقة الطيبة اللي المفترض تسود وتستمر اه في منافسة في منافسة في دفاع عن حقوق مشروع لازم ان تكون في احترام لكل الهيئات ده واجب اساسي لكن بما يحفظ مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الاندية لما تعاملت مع الاهلي بالمنطق وبالمواعيد غير الادمية اللي انتوا حتشوفوها طوال السنة لازم ان تتعامل بيها مع الزمالك ومع الاسمعين ومع اينادي شارك بالارهاق والاصابات وخروج الاهلي في البطولات خلال اسبوع عشان تيام لالك كان بيدفع فاتورة انه بيتعور له 17 لعد بفعل الاجهاد اللي مجرد مز مالك شارك وتعور اتنين لعيبة كل الجرائد قامت على اطرافها لكن الاهلي بيتعور له 17 لعد بفعل الجدول المضغوط غير الطبيعي اللي انا هفكركم وافكرهم كان ماشي ازاي المهندس عامل حسين رئيس لجنة المسابات حط للاهلي خمس مباريات في 15 يوم اللي نسوا الجواب اللي عندهم اللي انتوا شفتوه وموجود عندهم ما استخدموه مش بس استخدموا ضد الاهلي نفس المعيار يلعب خمس مطشات في 15 يوم وان كنتوا نسيتوا اللي جرى هادو الدفاتر بتتقرى في 15 يوم وانفكركم يوم 30 مارس الاهلي لعب مع الزمالك كمة الوحل اللي كانت في ملعب اللي انتوا فاكرينه كله شوفوا المعاناة كانت عاملة زي اللي بيتكلم بيقول لك سرط يلعب الاهلي 30 مارس ويلعب مع الاتحاد السكندري يوم 2 ابريل في نفس الاه بعدها بيومين في نفس الاه انتم متخيلين السادة اصحاب الجملة المفضوحة يلعب مع ده او يلعب مع ده بس بناءنا على ما نشوف مين اللي هيستريح هم اللي عملوا كده حطوا للاهلي يلعب 30 مارس ويلعب 2 ابريل مع الاتحاد عشان يطلع من مباراة الاتحاد على المطار على طول يسافر الى ادنى اطراف جنوب القارة عند رأس الرجاء الصالح عشان يلعب مباراة ساندون يوم 6 ابريل 30 مارس 6 ابريل فيهم صفر 6 ايام فيهم 3 مباريات وفيهم صفر كم ساعة فيها صفر اولا انت كنت بتلعب في برج العرب مع الزمالك ومع الاتحاد وبتروح تسافر لأدنى جنوب القارة في خلال 8 ايام بتلعب 3 مطشاط منهم اولهم مباراة القمة بكل تبعاتها ثم مباراة الاتحاد السكندري ثم مباراة ساندونز المشؤومة اللي شفتوا التأثير البدن الواضح فيها ويرجع يرجع بعد 6 ابريل عشان يلعب 10 ابريل مع المقص الزمالك تفرغ له الجدوى الخالص قبل وبعد وفيما بين مبارتين نهضة بركان مش كده قبل ما يسافر تأجله مباراة الانتاج الحربي عشان يسافر شفتوا بناء على هذا الخطاب الاهل ما تأجلوش ابدا لمباراة القمة وقالوا مباراة الاتحاد السكندري يوم اتنين يوم اتنين ابريل لعب مع الاتحاد السكندري وطلع على المطار الزمالك ما تعملش كده مع الانتاج الحربي اترحلت وتم توسيع المكان كويس برافو عليكم بمثل مصر حتى وان كانت الجملة اللي الناس عملت استخدمها الممثل الوحيد للكرة المصرية اللي فضل 17 سنة من 2002 هو الممثل الوحيد للكرة المصرية كل التوفيق للزمالك طبعا لكن انتوا شايفين اللي انت عملتوا ايه مع الاهلي وبتعمل ايه مع الزمالك بتأجل الانتاج الحربي وتوسع المكان للزمالك اجبرت الاهل انه يلعب مع الاتحاد السكندري ويطلع على المطار يوم اتنين ابريل طب لما رجع الاهلي وفيه ما بين مباراتي ساندونز بكل اوجاع والام ومشاكل ورواسب مبارات ساندونز والعبء النفس الكبير اللي قلقته نتيجة الزهاب على الاهلي هو انتوا رحمتوا الاهلي هو انتوا رعيتوا ان الاهلي بيمثل مصر في دور الابطال لا لعب ستة ابريل في جنوب افريقيا رحوا حطلوا المقاصة عشر ابريل طب الزمالك لما رجع من نهضة مركان حد قال له خد لعب مباراة ابدا من ساعة لما رجع لغاية لما هيلعب يوم الحد ما جرؤش حد هيقول لك دي فاينل هيقول لك دي فاينل طيب انت عملت كده مع الاهلي فمباراة يعني هي سانداونز دي دي مش 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 نهائي مبكر يا سيدي لا انت عملت للزمالك نفس الارحية في السيمي فاينل وما عملتش للآلي في الكلام ده في اي سيمي فاينل خد لك طيب انت لعبت الآلي مع المقاصة يوم عشر ابريل قبل مباراة سانداونز بتلاتيان تلاتاشر ابريل كان العودة مع سانداونز يعني من تلاتاشر ابريل لتلاتين مارس خمستاشر يوم بالزبط لعبت الاهلي فيهم خمس مباراة بينهم مباراة قمة بينهم مباراة سانداونز في اطراف جنوب القارة فيها مباراة عودة بكل تبعاتها خمس مباراة في خمستاشر يوم من تلاتين مارس لتلاتاشر ابريل هل اللي انت عملته مع الاهلي هو اللي النهاردة بتعمله مع الزمالك انا بحييك على اللي انت بتعمله مع الزمالك بس بنطلبك بمسطرة واحدة بنطلبك تفتكر ان انت الاتحاد المصري لكرة القدم عايز تغير اللي يفتغيرها براحتك لكن بالشكل ده شيء غريب جدا غريب جدا هل المسألة كانت قصرة على الخمس مباراة في الخمستاشر يوم ابدا كان استمرار للجدول الموجع غير الطبيعي اللي انتوا فرضتوه على الاهلي وما عملتهش مع غيره ده اللي احنا بنذكركو بيه انت مع الاهلي عملت ايه من 22 نوفمبر الماضي من 22 نوفمبر يلي عايزين تلضموله كمان الموسم القر الجديد عشان خايفين من عليها الطلاق عايزين تلحمه الموسم القر الجديد كمان يطلع من كاس الأمم الأفريقية الأندية المصرية وبينها الأهلي تدخل على بطولة أفريقيا مباشرة وبعد كده تدوره هو احنا بنخسر ليه هي دي الأسباب شفوا شمال أفريقيا شغالة ازاي بمعدلات محترمة ومنضبطة ازاي وأنديتها بتتفوق ليه وإحنا هنا بنهلك اي حد يشارك من ضمنها الزمالك برضو لأنه اللي حيسر على الأهلي في لضم الموسم القر مع الموسم القر هينطبق على الأهلي وعلى الزمالك وعلى من يشارك معهم في بطولتاي أفريقيا بالتأكيد واللي حتختاروهم أو حيختاروهم الجماعة بتوع البطولة العربية طيب هل لما يكون عندي جدول أنا بلعب من 22 نوفمبر يا باشماندز من 22 حداشر والقال بيلعب كل 3 أو 4 مباريات أو 4 تيام مباراة لا ليلعب مع المقولين يوم 27 نوفمبر 27 حداشر 3 تيام يعني 1 ديسمبر يلعب بتروجيت 5 ديسمبر يلعب الجونة 9 ديسمبر يلعب مع الجيش الأهلي وجيمة جفارة 14 ديسمبر الأهلي والنجوم 17 ديسمبر 14 و17 استحو يلعب مع جيمة جفارة بره يوم 23 ديسمبر ويرجع بعدها بيومين عشان يلعب 29 مع الداخلية 29 ويغيب 3 تيام ويلعب 4 فبراير 4 يناير مباراة بيرامدز و 8 يناير يلعب مع اسموحة يلعب 8 يناير فيلعب 12 يناير مع فيتا كلاب يلعب 12 فيلعب 16 مع السورة الجزائري والمقصة يوم 24 و 24 يلعب 3 يوم سافر كل دو ها يلعب 28 مع دجلة 28 يناير يلعب 2 فبراير مع سمبا التنزاني 2 فبراير يلعب 5 فبراير مع انبي 3 تيام على طول 5 فبراير يا مؤمنين يلعب 8 فبراير مع الحدود 8 فبراير 4 تيام يلعب مع سمبا مباراة بره 4 و 12 أو 8 فبراير ويسافر عشان يلعب بعد 4 تيام يوم 12 ويرجع يلعب 12 يرجع تاني يوم 14 فيلعب 16 مع الانتاج الحربي ويلعب مع الداخلية يوم 20 ويلعب مع الجونة يوم 24 بصوا المعدلات اللي الاهل يلعب بيها واعرفوا اسباب الاصابات كانت ليه والاجهاد غير الطبيعي اللي الناس التمست فيه العز للمنافسين وتهكمت فيه على الاهل وعلى جهازه الفني وهو بيواجه مش مباراة ولا اتنين ولا اربع مباريات محتسين فيهم لا دا انت فرطت عليه كل الجدول طوال الموسم من نوفمبر اللي فات وهو بيلعب بالمعدلات غير الطبيعية دي انت ما حسبتش المشاركات العربية في النص اه كمان يعني صحية لكن تعمل دا ومع المنافسين شبك لبك عبدك وخدامك بين يديك من غير ما تحلف كله يتنفذ وتتكلموا على العدالة وتتكلموا على بقية الاندية بتشتكي ليه حتى بترجدت المهدد حسب الظلم حسب الظلم فاطلع بيان هقوله لكم برضو بيشتكي فيه من الحالة اللي حصلة والاوضاع اللي قدت الى انه يواجه هذا الوضع الصعب ويحدد موقفه انه مش هيلعب الا لما يشوف الفريق المنافس وده اللي قاله الاهل في بيانه المركز الاعلامي لنادي بترجيت قال تعقبا على اصدار جدول الاسبوع الاخير اللي هو 34 للدور المصري قرر نادي بترجيت عدم خوض مباراته ضد فريق المقاولون العرب التي كان مقررا لها 3 يونيو على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافر الفرص بين جميع الاندية ويتمسك نادي بترجيت بلعب جولاته الاخيرة بالدور الممتاز امام المقاولون في نفس التوقيت المباراة الاخيرة لكل الفرق المنافسة حتى لا يتم الاخلال بمبدأ المساواة بين جميع الاندية ويتمسك نادي بترجيت بشكل قاطع بعدم استبدال اية مباراة للفرق الاخرى تطبيقا لمبدأ المنافسة النزيهة الله يرحمها نزيهة ووفقا لترتيب جدول الدوري يجب ان يلعب نادي المقاولون مباراته ضد الاهلي في بطولة الدوري اولا قبل مواجهة بترجيت وايضا لعب المباريات المؤجلة لفريق الزمالك امام حرص الحدود والجونة قبل لعب الاسبوع الاربع وثلاثين ما هو لو قالوا للزمالك تعال العب مع الاهلي قالك لا دي مباراة في الاسبوع الاربع وثلاثين مش هلعبها الا بعد ما ألعب بقية المباريات طيب وانتوا بتقولوا سم معا وطاعة مافتكرتوش وولد الغلابة دول مافتكرتوش انه ده ينطبق على هذه الاندية فان هي فعلا مدام بترجيت المباراة في الاسبوع الاخير يلعبها في الاسبوع الاخير ليه الكيل بكل المكيل الغريبة دي اللي بتطبقه على الكبير تطبقه على الصغير عشان الناس تحترم قرارك وتنفزه لكن بترجيت معا حقه هو بيقولك انت كده ماشي بمعايير غير نازيها بالمرة دي مباراة في الاسبوع الاربع وثلاثين مش هلعبها الا في الاسبوع الاربع وثلاثين الختامي ويكون المنفسين بتوعي لعبه لكن بقاو هيلعب مع ده أو ده حسب ما سيادته يختار لا يبقى نازيها الله يرحمها فعلا قال بترجيت في ختام بيانه الصورة باتت واضحة للجميع الآن حيث تم اجبار بترجيت على لعب مباريات مضغوطة وصلت الى خوض مواجهات بفاصل زمني اتنين وسبعين ساعة فقط وهذا الامر ليس له علاقة ببقية الفرق الاخرى نهائيا ويصر نادي بترجيت على خوض الاسبوع الاخير لولار 34 لجميع الفرق في وقت واحد تعميما لمبدأ تكافؤ الفرص وهذه ابسط حقوق النادي وفي حالة حدوث غير ذلك فسيكون هناك اتجاه معين لهبوط فريق بترجيت للدرجة التانية وان امور مسابقة الدوري تدار بشكل غير حيادي وتميز فرقا عن الاخرى يعني وبترجيت خد باله دلوقتي ان الامور لا تدار داخل الملع طيب اذا ده موقف بترجيت وهو يمثل حالة من حالات الفرق المنافسة على البقاء واللي عندها شعور بان الامور مش فير ابدا مش فير ابدا ابدا ولذلك الامر اللي قدام لجنة الانقاذ اتحاد الكرة نتمنى ربنا وفاقها وتوصل للعدالة حطوا مصمحة العامة على الترابيزة حطوا قدامكم ظروف كل هذه الاندية حطوا في اعتباركم وانتوا خبراء في الكرة وكبات كبار انك انت في شهرين كاملين الاندية ديت اللعيبة تفضل بتتمرن بكل الزهق لمدة شهرين عشان ترجع تلعب مباراة او مباراتين وما تعرفش التأجز بعد كده والاندية ما تعرفش ترتب للموسم الجديد وما حدش هيعرف يستعد بقايمة افريقية ولا حد هيقدر يتطلع ولا يغير اجهزة فنية كلها امور تعاقدية هتجبروا الاندية عليها الحسنة الوحيدة اللي وانا اعتقد انه اللي حصل ده خارج عن ايد الحاج عامر حسين اعتقد ولو في تقدير الشخصي لشخصه الراجل ده اعترف هيقولك اني بريء مما يصنعون بجد لانه واضح ان المساء المملأ وواضح ان التدخلات كتيرة وواضح ان الناس بتتهوش وواضح ان كل واحد فيهم بيتهدد بحاجة سمعا وطاعة بس في اندية صوتها ما بيعلاش وبتحاول تحافظ على حقوق اندية تانية عندها مشاكل وفي فيديوهات متكلمة في المشاكل دي لازم نستعرضها اولا شخطة يعني له رأي في موضوع المؤجلات نبتدي به وبعدين نشوف يعني الكابتن شبير وطار العشري ونشوف يعني الكابتن طار العشري نفسه له رأي تبدأ بالشخطة ابدأ بالشخطة هل فيه ازمة حضرتك في الاوقات القليلة جدا او الامطار الاخيرة لبطولة الدورة العام طبعا فيه شك يعني اي مسابقة المفروض بتبقى فيها نسيابية ومبارات لها ترتبها اللي الناس متفق عليها بحيث اننا لما بيجي اغير هات التوقيتات واجل مباريات لأوقات وقبل وبعد وكلام من هذا القبيل طبعا كلها بتغير المناخل المفروض كل المرات تتلعب فيه لانه النهاردة الفرق كلها لها مصالح متشابكة الفرق اللي بتنافسه على المغوطة عدد كبير متشابكة متشابكة معناها ايه يعني كل واحد فيهم عايز يلعب في الأوقات الصحية اللي موجودة في الجدول وده حقهم حسن لعب في توقيت فلان بلعب على توقيت فلان وده حقهم ده حقهم يعني نعم انما مثلا ممكن اجل مباريات وتحط فيها في وقت فرقتي خلاص استرخت ونامت وبعدين اجلعبها بعد مش عارف شهر ولا كاع وانا مش فت ولا انا جاهز ولا افضل لا استند باية عشان استلناها طبعا دي كلها حاجات مش مظبوطة انا شايف انه كان لابد ان حتى لو احنا طلبنا تنظيم البطول الافريقية لكن كان لازم باي كيفية زي ما اضغطنا كان لازم اضغط بحيث انه خلص قبل البطول الافريقية خلص كامل وكله يمشي في توقيتاته نعم قدر الامكان انما لما جاء حتى لما الجدول اللي هم ابعوت يقول لك مثلا مش عارف فرقة كذا هتلعب مع فرقة كذا او كذا يعني اخر جدول كده نعم مع الجنة او الحرس او الحرس نعم مش حاجة بالدنيا بتستغل كده يا رجل دي او دي طب على البنائن على ايه بنائن على نتيجة مش عارف مين مع مين ودول مع مين لا كلام والفريتين بنفس على الهو نعم بالضبط انا شايف اتصرع من اجل الهبور انا شايف المناخ اللي بيتلاقى فيه بطولة لابد يكون فيه عدل وفي وقت واحد وكل واحد اختفرصته في الوقت المناسب بتاعه نعم اثناء الدولة ما عليش مشكلة بالنسبالي انما واحد مثلا اقعده شهرين ما بيلعبش و بعدين اجيبه و بعدين فرقيته تسترخي و واحد اجدد اجدد له مباريات بحيث ان تيجي هلعب في المباراة في وقت و في الأتانية خلاص نزل ما عادش فيه تحصيل حاصل فدي كلها بتخل بالعدالة اللي موجودة بالنسبة لل لفوق والتحت يمكن كابتن طه مطفق تماما مع اللي بنقوله هنا غم يعنيك خلي فيه عدالة عمياء مطلقة العب الدوري كله خلاصوا قبل البطورة الافريقية و ادينا لك بعض المخترحات ولا بلاش مخترحاتنا استفيد من تجارب الاتحادات العربية اللي هي افريقية اللي مشتركة معاك اختبس منها لكن لن يتحقق نجاح او بدون عدالة ولن تتحقق عدالة الا لو كان فيه حيادية مطلقة ده كابتن طه لكن الكابتن احمد شوبر نفسه عايزين نشوف رأيه لو انه حتستشفل من كلامه برضو ما هو هو رئيس اللجنة بكر الكرة في ملعبه دلوقت نشوف النهاردة اتحاد الكرة اعلن جدول او مش جدول معظم المباراة المتبقية في مسابقة الدوري العام خلينا نطلع عامر حسين برا الحدوتة يعني عامر حسين راجل بيشتغل شغل انتحار خالص يعني خلينا نتكلم بقى على منظومة عشان نعرف بقى نتكلم صح ولما نتكلم على منظومة نتكلم على دوري بيبدأ دوري بياخد راحة ما بين القسمين دوري بينتهي عشان الدنيا تمشي تمشي مزبوطة في كل بلاد العالم ممكن على فكرة دوري تونس هتخلص يوم 15-6 والمغرب هتخلص يوم 15-6 المغرب 16 فريق تونس 14 فريق تمام التمام في ناس عندها الجرأة وقوة القلب ده احنا ما ينفعش نعمل ده احنا عندنا منتخب وعندنا ماتشات ودية وعندنا وعندنا فبالنسبة لنا صعب والدنيا بتمشي بشكل تاني الحقيقة عشان بس بقى الراو الكتير اللي كان شغال الفترة اللي فاتت عشان بس الناس تسمع وارجوا الناس تسمعني بقلب مفتوح احنا حنفضل نمشيها اهلي وزمالك ومش عارف ايه بقى عليه العوض ومنه العوض امرنا ما حنبقى كويسين امرنا ما حنشتغل صح حنشتغل شغل كل هزار ونكت ونمشي وبالخواطر اصلي مين كلمني مين قال عشان خطري اجل ماتش طب لعبني في بطلطين ناخد الحكاية بس اقولها من البداية بداية الحكاية لما تمت الموافقة انه اهلي وزمالك واسماعيلي فيه اه كان المصري كمان يجمعوا ما بين البطولات فبقى الاهلي بيلعب افريقيا وعربيا بقى الزمالك بيلعب افريقيا وعربيا بقى الاسماعيلي بيلعب افريقيا وعربيا الاتحاد والمصري كمان المصري رفض يلعب عربية اعتذر ان يلعب عربية فبقى عندنا تلات اه اه فرق سؤال بالراحة خالص المشاركة دي ما تعرضتش مع تلات اربع عمالات في الدور العام اه تعرضت ادي الثلاث مرشات اللي اتأجيهم ده نمرة واحد لو انك من البداية حطيت نظام بطولة عربية يا سلام على عين راسي من فوق ومكافآت واندية كبيرة وحاجة عظيمة وحاجة رائعة حيل وقوي هدراك عايز شارك عربي ولا تشارك افريقيا فاندم على فكرة اندية السعودية نفسها بتعمل كده اندية الامارات نفسها بتعمل كده مع العلم انه مثلا البطولة الاسوية اوقاتها وموعدها لانه اسيا عاملين ايه؟ اسيا عاملين حاجة حلوة اوه في اتحاد الاسياء اسملك ما بين شرق وغرب اسيا فهم بلعبوا الخليج مع بعضهم وبيلعب معهم لبنان وبيلعب معهم العراق وبيلعب معهم سوريا وبيلعب معهم ايران دي المجموعة الناحية التانية بتلعب الصين مع فيتنام مع كوريا مع كوريا الشمال مع كل المجموعة اللي هناك من اولة الاخيرة وبالتالي الدنيا الى حد ما اسر ده مش موضوع فانت النهاردة عشان تستفيد داسي من الدرس للسنة الجاية حضرتك بتخير وبعدين يقولك لا 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 ما مضي لا يا حبيبي ما انت عندك جوابات الناس ملتزمة بيها انها تلعب ايام كذا وكذا وكذا وانت اول واحد خلفتها تاني انت عندك جوابات بالالتزام باللعب في مواعيد معينة وانت اول واحد خلفتها وبالتالي انت عملت كل حاجة عشان البطولة توصل للشكل ده انت اللي عملت كل ده عشان البطولة توصل للشكل ده ولما يجي حد يتكلم على نقطة نظام ونقطة جدوى دوري عام تتصرب المعلومات وتتصرب الرسائل ويتصرب الكلام انه الهق مين رافض ومين عامل ومين نخلي ومين نسوي وقابل بقى يعني سبحان الله هجوم وتطاول وشتائم لا حصرة له كل ده له مجرد ان حضرتك عايز تعمل دوري عام محترم زي بقية الناس بس انت كمان عامل زي المدرب اللي لما يخسر يقولك الحكم فانت كمان عندك خمسين شماعة بتفضل تعلق عليها وده ما ينفعش بمنتهى الامانة ده ما ينفعش هذا يعني جوه صعب جدا لا تعرف تخلي لاجنة تشتغل ولا تعرف تخلي مسئول يشتغل ولا تعرف تحط مسابقة منتظمة ليه لانها ماشي بالتليفونات عشان خطر يأجل للماتش ده عشان خطر يقدم للماتش ده طب انا مسافر وهرجع كمان تلات ايام طب انا مسافر وهتأخر بعض يومين ده ما ينفعش ما فيش حاجة في الدنيا كده انت كلكم كنتوا في حالة زهول لما لقيت روفر فول لعب برشلونة وبعدين مطش هام جدا في الدوري بعدين ملاعب برشلونة تاني وكان قبلها مش حارف ملاعب نيوكاسل لعب اربع مطشات في حوالي تسعة ايام او عشر ايام ومع ذلك فاس بكل المباراة اللي في الدوري طيب واضح ان الكابتن حطي طيده عن مشاكل وهو لازم يكون وما فيش حد مش حطي تطيده عن مشاكل حقيقة حتى الناس اللي هي مش بتعالج بالشكل المنطقي برضو هي شايفة المشاكل وعارفة الحلول ايه وما لذلك التأكيد على ان المهندس هنا بريده في لحظة تاريخية ينقذ بيها الكورة المصرية انه يبتدي يقول لهم لا الكورة المصرية لها كبير بقى وكبير وكبير فاهم شوفوا يا باش مهندس لما يتقلي قصو المهندس احمد مجاهد هو مهندس العمليات بتاع الجدول اقول له ما ليش دعوة دي تفصيلة لا تعنينا لما يتقلي السكابتن سيف زاهر عنده رغبة يجامل حد لا تعنينا لما يتقلي دكتور كرم كردي عنده مواقف ضد الاهل دايما دي مسائل لا تعنينا الرأس اتحاد القرى المصرية المهندس هاني أبو ريد اي حاجة بيعملها اعضاء المجلس في النهاية ده مجلس هاني أبو ريد رأسه وعنوانه ومنشطه ومسئوليته التاريخية وهم كلهم بيعملوا له الفرساء المهندس هاني أبو ريد طبعا لانه لو هذا المجلس او لو الكرى المصرية في هيكلها دلوقت ما فيهاش واحد بقيمة وخبرة هاني أبو ريد كنه هنلم الورق ونودهوله في الاتحاد الدولي نقول له افصل بيننا ايوه اقولك لو مش موجود عندنا كنه رح ناله طب لو منت هتروح له تقول له يا كبير افصل بيننا لان انت واحد من اللي بينظمه كرة القدم حول العالم واحد من اللجان التنفيذية في الفيفا لما بتعمل لجان لتطوير اللعبة على مستوى العالم بيكون على رأسها هاني أبو ريد يعني انت عمال ترصف في الشارع وبتنظم في المنطقة وبيتك خربان انت قابل الوضع ده انت قابل ان البعكاكة دية تحد انت على رأسه انت قابل ان التاريخ يذكرك بهذا الشكل انت قابل انك انت كل الطموحات والأمال والأحلام اللي كل الناس اللي بتحبوا الكرة وبتحبوا مصر تعلقت بيها عند انتخابك على رأس اتحاد الكرة انه يتقال اصلاح مجاهد بيلعب ضد الاهل وفلان بيجامل المجلس السابق وفلان بيخدم على مين دي تفاصيلة باش مهندس دي تفاصيل لا تعني اي شي في المشهد غير مسؤوليتك انت التاريخية انت مسؤول دولي فبالتالي المسألة عليك انت لو انت شايف ان دي مسابع ينفع تدار بالقالية دي والجوابات اللي بتروح لكو الكلام اللي فيها هيتلحز بهذا الشكل ولجانك ترضى ليه ايمان الطلاق وهتدار بهذا المسألة بهذه المسألة خد بالك السيد زبراهيم المشكلة المشكلة انك انت بتخرق كل التعهدات والانظمة دي مصدقيات يا اخوانا لما يتكتب لك جواب وتعلنه وتقول انا عشان كده اجلت المباراة ولما كنتش خدت الجواب ده ما كنتش اجلت المباراة ويتضح ان كان فيه اتفاق خد الجواب ورميه في الدرج وبعد كده حلال حلال ماينفعش اخوانا الكلام ده ماينفعش ماينفعش ان دي صورتنا طب مين يعمل لنا حساب احنا مش عاملين حساب لنفسنا مين يعمل لنا حساب تقول لنا يجي منين هانيا بريدة النهار ده بعد المجلس الادارة الاتحاد الدولي كان هو الاقرب عن يكون رئيسا الاتحاد الدولي واحد من اخدم الناس اللي موجودة مش عايز اغير الموضوع اقول لكم خبر مهم عن احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقيا لكن هنقوله لكم بعدين الوضع بتاعنا بتاع بعكاكة المؤجلات وتأجيل المؤجل وتجزئة المجزة حتى على المستوى الفني انتو شفتوا بترجيت اشتكى قديه واعلن قراره بمنتهى الوضوح وقال انه الست نازيها الله يرحمها بس كمان حتى حرص الحدود ومدير الفني الكابتن طارق العشري عنده نفس الشكوى ونفس التبرم نسمعه حرص الحدود متمسك بالجدول زي مكان هل ده حيبقى موقف رسمي موقف الفريق ولا انت كمدير فني ما عندكش منع تلعب مع اي احد لا انت موقف رسمي رسمي من الفريق من المدير الفني ومن الادارة لانه ده الترتيب الطبيعي اه اذا عملت المؤجلات اه اذا انت عمل تلاتين خمسة المؤجلات اه فالمؤجل الاول في الترتيب هو الزمالك اه البرمس ده هو ده المطش الاخير اللي هو مفترة التلاتة ستة اه كمان هنطمم فيه الحيابية ان تلاتة ستة دي هيلعب فيه كل الفرق اللي هي بتتنافس على على المصور اه اطلعت منفها ان كل الفرق اللي بتنعب بيترشيد تنعب في نفس التوقيت الاتحاد مع الحرص مع الاسمو احنا هيلعب في نفس التوقيت مقاولين اه اتاخذ مع ال بترويجيت اعتقد انه مش عارف عيلاوه بنفس طبعه. مهم ما فيش اغر الماورينة بترويجيت اخر ماتش البترويجيت معنى. هو ودي ديجلة مع الانتاج. نعم. نعم. ده ضمانة للحياة ايه. اه. لكن انت لو انت رجعت لترتيب المؤكلات. اه. الحرس هو المؤكل الاولادي. يعني انت مصمم تلعب مع الزمالك الاول قبل بيراميد. طبعا. ايه السبب? مفيش سبب. اه. انت متمسك بالجدول او انت عايز الترتيب الطبيعة. اه. اه. النهاردة نهاردة كل الفرقة تمسكت بالجدولة التي تتحط. اه. لما تيجي تعمل مؤكلات. اه. يبقى نمر واحد المؤكلات والحرس. اه. انا هل فعلا انتو اه نوين تصدروا بيام مشترك او تعملوا اكتماع مشترك الاندية ولا الكلام ده ما لكش علاقة بيه ما تعرفش. لا 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 ما لكش علاقة بيه. اه. طيب ازا اه التحاد الكرة قال لك هو ده اللي عندي. بتعمله ايه? ده بش حاجة. يعني هو ده اللي عندي. مع الفرقة الكوار. مع عندي الفرقة صغيرة. نعم. نعم. مفيش حد بتكلم الا عنده منطق وعنده حجة. وعنده حق وعنده مظلمة حقيقية. وبعد كده يحصل ليحصل مين يكسب مين ينزل خلاص. كل الناس لما تاخد حقوقها وتلعب في جو نقي. نقي. شفاف. ما عندهش حجة تتكلم. وكابت ان احمد شبيل وكأنه ينكأ جرح. ماذا لو الانديس دي صممت. اعتمسك بحقها. وينبغي مرة واحدة ان الناس تتمسك بحقها. انا ما بقولش. يعني انا مش مع الانديق اللي بتطالب بيلغاء الهبوط. مسلا. لان ده نظام المسابقة من الاول. فكرة الصعود والهبوط. نظام المسابقة من الاول. طبعا بدأت بيت انتهي. انما بصار تحققني الفير بلاي. بشرط. حققال الفير بلاي. ده حققها بقى هنا مية المية. فارجو ربنا وفق اللجنة. وتاني. بنرجع نقول. لنا كبير. قوي. في الكرة العالمية. يرقص الاتحاد المصري. عاديين نحس بيه. عاديين نحس بيه. مش عاديين نقعد نسمع همهمات. فلان ده قوي. وفلان بيماشي الدنيا. الكلام ده. في وجود. مفيش حد اقوى من هانا بريدة. وكلهم. كلهم. وهم نزلي قيمة هانا بريدة. عارفين ان هم. بيضيف لهم ايه. بس كمان اصبحوا مسئوليته. لان هو اختارهم. فا. واعتقدش ان هم يعني. حا. حا. لما يلاقوا دينا متنظمة. حيزعلوا. ما ازولنش يعني. طيب. كابتن شوير. استافت رأي. كابتن طارق العشري. وسمع. وشاف. بيان بترجيت. بترجيت. قالها بوضوح. نشوف نائب رئيس اتحاد الكرة. تعليقه ايه. على هذا البيان الواضح. نادي بترجيت اصدر بيان. والحدود اصدر بيان. والنادي الاهلي بعد قليل. سيعلن عدم لعبه مباراة المقاولون العرب. قبل لعب الزمالك مبارياته. وبالتالي الاسابيع الاخيرة في مصابقة الدور العام. تشهد جدلا كبيرا جدا جدا جدا. نتمنى ان ينتهي هذا الجدل على خير. بترجيت قرر عدم خوض مباراته ضد فريق المقاولون العرب. التي من المقرر اقامتها يوم ثلاثة يونيون مقبل. على ملعب استاد السويس الجديد. وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط. لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الاندية. يتمسك نادي بترجيت بلعب جولته الاخيرة بالدور الممتاز امام المقاولون العرب. في نفس توقيت المباراة الاخيرة لكل الفرق المنافسة. حتى لا يتم الاخلال بمبدأ المساواة بين جميع الاندية. يتمسك نادي بترجيت بشكل قاطع بعدم استبدال ايات مباراة للفرق الاخرى. تطبيقا لمبدأ المنافسة النزيهة ووفقا لترتيب جدر الدوري يجب ان يلعب نادي المقاولون مباراته ضد الاهل في بطولة الدوري اولا قبل مواجهة بترجيت. وايضا لعب المباراة المؤجلة لفريق الزمالك امام الحدود والجونة قبل لعب الاسبوع 34. الصورة باتت واضحة للجميع الان حيث تم اجبار بترجيت على لعب مباراة مضغوطة وصلت الى خوض مباراة الدفاصل الزمني 72 ساعة فقط وهذا الامر ليس له علاقة ببقية الفرق الاخرى نهائيا. ويصر النادي بترجيت على خوض الاسبوع الاخير لجميع الفرق في توقيت واحد تعميما لمبدأ تكافر الفرص. وهذه ابسط حقوق النادي وفي حالة حدود غير ذلك سيكون هناك اتجاه معين لهبوط فريق بترجيت للدرجة الثانية. امور مصابقة الدوري تدار بشكل غير حيادي وبتميز فرق عن اخرى. هذا هو البيانة اللي سيجي انا من ادارة نادي بترجيت. خلاص ما وضحنا كنا ارينا وهو ده موقف بترجيت وموقف الحدود. ولو سألت الجونة وسألت كل الاندية اللي هي مهددة. هتقول لك نفس الكلام. ايه يا جماعة. حتى لو ما قلتهوش. احنا مش محتاجين نستأذن حد في ان احنا نعمل الصح. طيب احنا مش لوحدنا في كاس الامم. ما تشوفوا تونس. الانتحاد التونسي طلع بيان. قال ان الدوري بتاعه هيخلص خمستاشر ست. وهم والله مشاركين معنا في نفس البطولة. ده هم هيسافروا. احنا في بلدنا. ولكن الاتحاد التونسي قال ايه? كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم عن مواعيد ما تبقى من مباريات في مسابقة الدوري المحلي. وتقرر ان تنتهي المسابقة قبل منافسات كأس الامم 2019. كده بيحافظ على حوق انديته. كده بيرتب للموسم الجديد. هو احنا بنفكر الناس دي عشان كده لما بتدخل بتشوف مستوياتها عاملة ازاي? في وضع مدروس. مش تهريك. مش مسابقة بت بتدرب عليها الطلاق والناس بترضخ ليمين الطلاق. ده انتعيب قوي. والله ما بيحصل في دورة رمضانية. العيال اللي بتنظم دورة رمضانية في الشارع محدش بيحلف طلاق ويمشي كلامه. في نظام وفي مسابقة. وفي اتحاد تونسي بيقول لكم المسابقة هتخلص خمستاشر يونيا. طب هتعمل ايا سيدي. قال لك افاد الاتحاد التونسي في بيان رسمي. بان مباريات الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري سوف تنتهي خمستاشر يونيو. واعلن انه بالتشاور مع مدرب المنتخب الان جريس تقرر السماح لللاعبين الدوليين. اللي هيوجه ليهم الاختيار للمنتخب. هيخشوا معسكر المنتخب يوم ستة يونيو. هيخشوا المعسكر يوم ستة يونيو. ويتم استدعاهم للمباريات. لغاية خمستاشر يونيو تنتهي المسابقة ويجوا بعد كده مصر. قال انجليسي. مش مدرب مبتدئ. واحد من النجوم في فرنسا الكبار. حرصا على مش المسابقة المحلية بس. الكورة. اللي جاي. حرصا على الكورة. وسمعة الادارة. يا انتو هتخلوا اللي قعدة شهرين. احنا احنا انا متأكد الناس بتتنظر على احوالنا. ها. يعني انا متأكد الناس اللي كانت الى عهد قريب بتلجأ لنا ان احنا الخبراء اللي رتب لها الدنيا. النهاردة مؤكد بيتنظروا علينا. حطوا الجدول. الاندية المتنافسة في ترتيب واحد تلعب في توقيت واحد في فترة زمنية. وعندكم الحلول كتيرة. الاندية توافق انها تلعب. ولعبتها في المعسكر ويخرجوا من معسكر المنتخب يلعبوا ويرجعوا بالتنسيق مع جهاز المنتخب. ده يبقى كويس جدا. تا مفرد ما فقوش ما يلعبوا من غير الدولين بقى. ما مش كمان بص. انا عايز اقول ايه. الاندية هتوافق. المهم من الاتحادي يوافق. سدق دي ممكن يكون اقتراح. ما هو هنا فيه اربع لعيب وهنا اربع لعيب. بس هوا اللي ممكن. لا بس ممكن الاندية. اه. المهددة بالهبوط هي اللي ترفض. تقولك انت لعبتاني بكل لعبتك. طيب ايا كان انت في الاول وفي الاخر بتدور على حلول عملية. الحلول العملية ما انا ممكن اللعيبة دي تكون كانت عنده مصابة. يعني مش يعني انا كنادي. هو كم دور يا عم تلعب من غير اللي كان بيبقى له تسع لعيبة. انا كنادي قدم كل حلولك. وعلى الترابيزة ايه اللي المفروض? ما يحكم هذا الاجتماع غدا الجمعة? العدالة. مصلحة واحدة. اللي حد هيقول لسه احمد مجاهد مع يعني معاصلك ضد الاهر المشعر. يعني لا يعني مع اعضاف الاتحاد الكورة. لا احمد مجاهد بيعمل كده. ولا احمد شوبير بيعمل كده. ولما حازم امام وقف جنب الزمالك وسنده توجهه له الشكر وهو يستحق ده. بس لما احمد شوبير كان يعمل حاجة يقول لك اسو بينحزل الاهلي. وحازم بينحزل الزمالك. حازم بينحزل مؤكد لمصلحة الكورة المصرية. وشوبير بينحزل الكورة المصرية. واحمد مجاهد يجب ان يعني حاز فقط لمصلحة الكرة المصرية وصيف زاهر وكل السادة الأفاضل لأعضاء اتحاد الكرة حطوا قدامكم جدول سيبكم الحاجة عامر حسين لأنه الضغوط عليه كتير هم ما بسمعوا كلامه في الآخر هم ما بسمعوا كلامه وفي الآخر ما بتنفذوش كلامه كل واحد فيكم بيمشي بدماغه لكن في النهاية الاتحاد له كبير الموسم الجاي لازم يتحسم عاجات كتير جدا في التحكيم في الملاعب في الترتيب الجدول في اللي يتمضي عليه ما حدش يلعب فيه بالمناسبة الاتحاد الأفريقي بقوابة أخباره اليوم كانت انفردت أكتر من مرة بالعلاقة الملتهبة قضائيا بين عامر فاهمي سيكريتير الاتحاد المعزول الاتحاد الأفريقي وأحمد أحمد رئيس الاتحاد قالت بقوابة أخباره اليوم في انفرد ليها باشموندس أنه عامر فاهمي بيدرس مقاضات الكاف بس ده مش جديد يا سيد لا ده انبارح وترتب عليه خبر تاني في مركة الأسبانية مهم أنه عامر فاهمي السيكريتير العام السابق للاتحاد الكورة الأفريقي يدرس مقاضات أحمد أحمد وبحسب مصدر داخل الكاف فإن السيكريتير العام السابق يستند إلى إقالته من منصبه دون أي تحقيق رسمي بالإضافة إلى الاتهامات التي كلاها له رئيس الكاف في العديد من الحوارات الصحفية خلال الشهر الماضي وأدرس فاهمي في الوقت الحالي مقاضات الكاف للحصول على مستحقات مالية له طرف الكاف ومثبتة في سجلاته حيث تنص اللائحة المنظمة للعمل داخل الاتحاد الأفريقي على حقية السيكريتير العام في صرف مستحقات العلاج للموظفين وهو من بينهم ولكن فاهمي طلب مستحقاته في خطاب رسمي من رئيس الكاف بدلا من صرفها بنفسه ولم يرد أحمد أحمد على خطابه حتى الآن اللي الجديد فيها كمان ما نشرته صحيفة ماركا الأسبانية ونقلته اليوم بعض الصحف المصرية أكدت صحيفة ماركا الأسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يحقق مع رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد بشأن اتهامات تتعلق بالفساد حيث ترغب لجنة الأخلاقيات في الفيفا لاستيضاح بعض النقاط المالية وقد تتسبب في تركه للمنصب الذي تولاه في مارس 2017 أضفت الصحيفة الأسبانية بأن الاتهامات التي وجهت لأحمد من قبل السكرتيلة عام السابق عمر فاهمي أن أحمد متهم بدفع 20 ألف دولار لعدد من رؤساء الاتحادات الإفريقية بجانب تحميل خزانة الكاف تكاليف ذهبت لشركة شركة فرنسية لتوريد الأدوات الرياضية للاتحاد القاري مع رفض عرض بمبلغ أقل بـ 830 ألف دولار من شركات أخرى بجانب دفع 400 ألف دولار من أموال الكاف لشراء سيارات في مصر ومدغشقر وكذلك زعم التقرير أن أحمد متهم بالتحرش الجنسي بعدد من الموظفات في الاتحاد وأن فاهمي قد أبلغ الفيفا بتلك الأشياء ومستنداتها بعد رحيله وحلول المغربي معاس حجي في مكانه تحدث التقرير في ماركة الأسبانية عن مخالفات أخرى تخص اتفاق بث المباريات وحقوقها المملوكة لشركة لاجرديل الفرنسية قائلة أن هناك شبهة بأن المدير التنفيذي للشركة الفرنسية في أفريقيا إدريس آكي قد سفر لرحلة عمرة من خزانة الكاف في وقت تدفع فيه الشركة نفس المبلغ الذي دفعته للحصول على حقوق بس كاس الأمم 2017 للبطولة المقبلة في مصر رغم زيادة عدد المباريات لكن الملاجاشي أحمد أحمد اللي خالف عيسى حياته في قيادة الهيئة الحاكمة في مارس 2017 يواجه مثل هذه الاتهامات والمحاسبة أمام لجنة الأخلاقيات التي قد تطيح به من منصبه مبكرا ما عندناش يعني الحقيقة معلومات مؤكدة تخلينا نقدر نعلق على هذا الأمر ده مسائل كل واحد لازم يكون معاه مستندات تدعم وجهة نظره مش مجرد خلاف شخصي لأنه كل الأمور دي انفجرت لما حصل بقى الخلاف بين الأشخاص وهو كويس أن الأمر مطروح قدام لجنة زي لجنة الفيفا وماعتقدش أن حد يكيل هذه الاتهامات دون أن يكون لديه مستندات والجيد أن هي محل تحقيق في لجنة الأخلاقيات في الفيفا في النهاية هيمتر أحمد أحمد أمام هذه اللجنة إلا حتتخذ طرف أصدر إبراهيم حتى في المصاحة الكرة حتى في البلغات الكيدية التحقيق مهم لأنه قد يبرق صحيح وقد يدين وفي كل الأحوال النتيجة أفضل والأفضل من ده نحن نطلع لفاصل عشان بعد منه نشوف هو الأهل تعادل مع الإسماعيل مبارح ليه أهلاً بحضراتكم من جديد طبعاً استمراراً لانتصارات الأهلي وحظ النقاط تباعاً كان الكل مبارح عنده قدر من السقة أنه الأهلي يكسب الإسماعيل ويستمر في الحفاظ على الصدارة وده كان معناها حاجة واحدة فيما لو كسب أنه يكسب المقولين ويكفيه التعادل مع الزمالك يتوج إن شاء الله بطلاً للدور ويحتفظ بالدارة طيب أي حاجة غير كده يبقى لازم أن يكسب المطشيات ده بافتراض أن الزمالك يكسب كل مطشاته كل اللي حصل مبارح آه الأهلي كان عنده فرصة يستمر على هذه الأريحية يحافظ على فرصة أنه عنده نقطة نظرياً متقدم بها على الزمالك فقدها فقد هذه الأريحية ونقل الأريحية للزمالك إنه يكسب كل مطشاته فيكفيه التعادل مع الأهلي هي دي التبديل اللي حصلت لكن لو بصنا للأمور بموضوعية شوية إحنا بنتكلم في بطول الدوري وفي أمطار أخيرة أنا متفهم جداً حجم الغضب والغيز والزعل اللي انتبه الجماهير بعد المباراة فعلاً أداء الأهلي زعل مش تعادل للأهلي وهنا عايزين نبقى أكثر موضوعية وأكثر حرصاً على مصلحة الأهلي الأهلي النادي والفريق والكيان والجمهور وكله إحنا بنشكر اللعبة كتير عند الإجادة فيستحق كلهم عند التأثير بنشيد بالخواجة لما بيدير مباراة بشكل جيد وهيستحق النقدة عند عدم التوفيق أو عند الإدارة غير الدقيقة للمباراة هي دي وجهات نظر الأهلي افتقت حاجات كتيرة ميزته الفترة الأخيرة والكلام لكل اللعبة عشان يعني ما نبرقش حد ونلوم حد لا انت بتلعب مع الإسماعيلي تتلاحظ بشمهندس الإسماعيلي من أكثر الفرق في مبارايتها المواجهة مع الأهلي في إحرز الأهداف هنا وهنا الأهلي كسب الإسماعيلي ستة وخسر من الإسماعيلي أربعة وكسبوا أربعة وكسبوا ستة تاني وتعادل معها أربعة أربعة هي طريقة بتلعب كورة وتمانية الرقم التاريخي اللي الأهلي لسه عمنا من القصة بيفكرني بتاع الكابتن صالح كان مع الإسماعيلي ليه فريق عنده شخصية بيلعبك كورة عندك مساحات إن أنت تسجد أكتر حاجة كانت بتدايق جمهور الأهلي الفترة اللي فاتت باش مهندس أو كل واحد بيحب الأهلي إن الفريق يسجل جون ويرتد للدفاع في بعض المباريات كانت المسألة بتخدم لأنه الفرق اللي أنت كنت بتواجهها لما بتسجل فيها ما عندهاش نزاعات هجومية كافية وما عندهاش ورق يسمح لها أن يتهجمك دي استراتيجية الجهاز كان لازم أن يفطن لها هو بيعمل الإسماعيلي إنك الإسماعيلي ما تكتفيش أبدا أن أنت تتقدم عليه جون لأنه عنده فرص وعنده أدوات وعنده شخصية وعنده دوافع إنه يسجل فيك ويكسبك شوف الفرص اللي بتضيعه سيد إبراهيم شوفها سيد إبراهيم نحول لك حاجة هذه المباراة بالتأكيد بالتأكيد خارج التوقع خارج التوقع يعني إيه يعني إيه خيابة ظنونا في حاجات كتير إحنا عارفين إنه مصرات إسماعيلي بتبقى صعبة وإنت بتقول بيبقى فيها هدف كتيرة من الفرقتين لأن الفرقتين بيهجموا بعض ما حدش بيلتزم بالدفاع المطلق قدام التاني لكن دائماً وأبداً هناك اللي بيسموها دلوقتي احترام للمنافس لا أظن إن إحنا جهازنا الفني أو لعبتنا ما كانش متوقع على سخونة المباراة ولكن الإداء اللي في الملعب يقول لا إحنا من المطشاط الأخيرة حتى وإحنا بنعاتب على فرقتنا آه كان بيتأخر الفوز لكن عندك إحساس من السيطرة والفرص إن الفوز جاي جاي المباراة اللي فاتت دي فيها فرصتين تلاتة مش أكتر من كده وما فيهاش سيطرة وما فيهاش ضغط وما فيهاش صلابة وما فيهاش جماعية أيوة أيوة في حدة أمنية الكرة دي لو راحت من وليد لأزاره على شماله كان جون آه فرص كل دي فرص فرص طيب لكن مش فرص مريحة آه الفرص اللي بالجانب دي لا مش فرص مريحة ولذلك آه الجون اللي جابه كريم بامبو يعني كل الناس شرحته قبل المطش متلعب هو جاب جون في كل مطش لعبه في الثلاث مطشات الأخرانية من الحتة دي والاندفاع في الحتة سرعة ويستغل الخطأ بين السرد باكين لا وم في العمق بين السرد باكين وتتلعب له لكن آه الآه أيمن أشه رفكت معاك كورا فبصاها راحت للعب الإسماعيلي قبل ما يتمركز من جديد يعني فبصاها يعني أقول لك فيه يوم كده بيبقى طب وإيه دي علي معلول هو اللي فصاها بدايته ما هو يعني إنما مش هي بقى يعني أنا عايز أقول لك مش من المطشات اللي أنت تشعر أنها لما راحت منك يعني أنت كنت تستحق الفوز فيها أنت جيبته جون ووقعيتك كانت لازم تقول ها إن أنا كويس اللي جيبته الجون ده أسترد بقى ضغطي وشرصتي وقوتي إن أديق المسافات لأن أنت هو ليه ليه الفريتين عندهم فرص بيبقى لأنه بيلعبوا جيم مفتوح فيه مساحات مفيش ضغط فيه مسافات الكرة دي بس أنا كنت شايفة أوف سايد بس كا بص 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 حتى اللعيب وهي بتغطي بعطيها مش بتغطي بالقوة الوجبة شوف أنا أنا عجبني في التحليلات تعبير أو توصيف قاله كابتن علاء نبيل قالك لعبة الأهلي افتقدت الغل أيوة لا هي موجود في كل المطشات مفيش شراسة وعشان كده أنا أنا بكتهد في أن أنا أقول لك مش فكرة أن أنت استسهلت المباراة رأيي طب عدم الغل إيه؟ رأيي أنه التعديل في التشكيل معنى إيه؟ شو تقدير من الجهاز الفاد من المدير الفاد ليه؟ إنه شاف المطش ده أنت فرصة يجاهز بيه لعيبة هيحتاجه بعد كده؟ هو أنت بتجرب وبتجاهز ودام لسماعيل أنا وأنا بدي لك أنا بقول لك كويس اللي عمله أنا بيعيش دماغه بالضبط هو عنده تدخل اضطراري واحد وهو إشراك لعب مكان حمد فتح اللي عنده نظرين فلعب الكابتن حسام عشور رجع محمد هاني وقعد أحمد فتح استغنى عن مروان محسن اللي ناهي المطش اللي فات كويس ومسجل وراح المنتخب وليد سلمان ما كان صالح جمعة ووليد سلمان ممكن يكون طبعا بقيمته وتأثيره الكبير طرف هايل سواء لعبته في اليمين ولا حتى لعبته في الشمال لكن أنا من زمان وأنا قلت لك ملحوظة أنت كنت بتضطر الوليد سلمان كصانع لعب وقت ما كانش عندك حد وأخدلك أنت عندك ناصر ماهر بعد بس عندك صالح جمعة ما شاء الله وكان موجود مبرح ناصر وصالح برح طياطي أنت كنت تحتال وليد كطرف وأخدلك إنما أنت تعمل ثلاث أربع تغييرات مؤثرين في النسق بتاع الفريق في مباراة مع الإسماعيلي أنت بدلك قوي أنت مش موفق في الإدارة أو التفكير في الجنب من ضمن الكلام بصها سيد إبراهيم فيه ماتشات كده تبقى مستغرب لها مثلا التغطية اللي عملها ياسر هو لو كان جيري جنبه كان جرق إيه كان خده على بعيد كان خرج بيه لبرة كان خرج بالكريم بدلا ما يفرد أنه عايز يقطعها فيجليها بس عايز أفكرك وأنت بتلعب بالسردباكين ياسر وأيمن أشرف من فترة أخطاء التمركز دي كتيرا هي مش تمركز بس أنا بكلمك سيبك بقى التمركز لأن خطأ التمركز المراضي أنا شايفه لأن الكورة تلعبت غلط من أيمن أشرف راحت للعب الإسماعيلي العبها قبل ما يرجع لوضعه الطبيعي الوضع الدفاع الطبيعي فبقى ورى ظهره فيه مساحة أنا بتكلم على ياسر إيه اللي أكبره على إنه يتزحلق مجريش معك كورة ليه وخد اللاعب وضغط عليه البرة كانت فرقت ما علينا يعني إحنا ليه دي دي ما نقدرش إيه نقعد نتكلم فيها كتير لكن هي مؤكد عدم توفيق في اليوم في التشكيل ما الناس يقولك كان لازم يلعب الكابتن أحمد فتحي بديلا لحمد فتحي لأنه فرجله في الملعب طالما أنك لقيمت بهاني يبقى أنت الداخل أحمد فتحي جوه تمهجون جي بعد منزول الكابتن أحمد فتحي مش كده؟ إنما الفرقة ككل كانت مبارح أنا مش بقول إن الكابتن أحمد فتحي مسؤول أنا بقولك أنا بنوبلك عن تفكيره تفكير الخواجة وده يرجعنا للجزئية إزاي أنت بتلعب فرقة زي الإسماعيل ما تستمرش في الضغط عليها وتسجل أكتر من جون هو تفكيره وكان عنده ورقة هجومية مهمة زي مروان محصي وانضم للمنتخي هو ليه فكر يلعب أحمد فتحي بعد ما خرج حسام عشور فكر يلم من الملعب أيوة عايز بقية فعلمني مع الفرص أو مع الكرة السريعة في العمق اللي لعبت الإسماعيلي أو مع أي حد بلعبك بتلاقي أخطاء السردبكين ولو كان في وقت كنت تجيب لك أكتر من غلط متكرر في الجزئية دي عشان كده كان لازم أن الخواجة تبقى مسؤوليته التنبه لعلاك خطأ متكرر في الجزء ده فكرة افتقاد الشراسة وعدم الغرب فيها ده ده بقى ليه مني لأن باستمرار حيبقى هناك خلاف في وجهات النظر في التاكتك والتشكيل دايماً مش هيبقى فيه اتفاق لكن أنا لا أهمني طيب هو أنت ليه ما قدتنيش اللي كنت بتدقوني قبل كده إحنا كنا احتفاقنا بالنادي الآله لما بسجل في الدقيقة 90 إنك مديلك الإحساس بالشراسة بالشراسة وبالضغط إن الجون جاي إنما أنت لما جيبت الجون قلت الحمد لله إنه جاه أنت مش شاي بفرص كتير ها فيه فرص فرصتين تلاتة وهم ليهم زيهم فمش ده الماتش خطورة تقريباً تكون قريبة مبعاً لا مش هو ده الماتش اللي تقدر تقول يعني أنا كان ينبغي أن أفوز إنما كان ممكن أفوز لا ينبغي أن أفوز لكن كان ممكن أفوز لأن جيبت الجون كان ينبغي إن أنا أدفع عنه صح هو أما لعب بحسام عشور عينه على الماتشات الجاية إنه هتحتاج خبرات لا هو مضطر ليه باش مونس مضطر كويس مضط برضو ما إحنا قلنا محنا قلنا حمدي إنذارين كان يقدر يلعب ما عندهش حد ما عندهش حد ما عنده كابتن أحمد فاتح طيب هو ولعب كتير لا أنا أنا في تقديري هو خلي بالك إن الإسماعيلي فريق شاب معدلات الجارية عنده حتوبة كتيرة وعنده دوافع إنه هو بدأ يتحسن آخر ثلاث ماتشات وعنده جهاز فن محل جديد فحفظك وعرفت حفظك وحفظينه فحركة الشباب عايزة كان يتحرك معاه بنفس الخفة ورغم هذا إحنا بنتكلم ثاني وثالث بعد النتيجة وبنتكلم ثاني وثالث بعد ما شفنا منظر مش متوقعين ومن عدم الحماس والغل فانت بتبص على الأخطاء اللي حصل بنتبص اللي حصل وإيدنا في المية مش في النار واتمال إحنا بنعوم وإحنا على الرملة تمام لكن كل ده قد يكون قد يكون في مصلحته إنه يجيلك في التوقيت اللي تقدر تعالبه لأنه عندنا فرص علاجه ما زالت فكرة إنك إنت تكسب الماتشين لازم آه إيه ده فرصة التعادل نظرية لو زمالك كسب ماتشاته لزمالك لكن آه أما نشوف الماتشات هتتلاقي بزا أول حاجة أول حاجة إحنا عايزين يا أخوانا الفطرة الجاية على الأقل الدوري يتحسن في الملعب امشوا بشكل شفاف وطبيعي خلوا الدوري يتحسن في الملعب وفي كل الأحوال يعني أنا بس الناس لأنه الملاحظ إنه أول ما نتيجة تحصل غير مواتية ما إحنا بنتكلم على إنه فيه أخطاء كتيرة جدا في تقديرات الموقف الفني والتكتيكي سواء اللعيبة في تقديري في جزء منهم كان واضح إنه متأثر بعدم اختياره في المنتخب كان الأداء واضح إنه فيه ناس جال أحباط وفيه ناس راحت المنتخب فبقت برضو محافظة شوية ما عندهاش نفس الباور اللي كان موجود في الالتحامات الشراسة في كل الأحوال على الطائفتين غابت الشراسة ولما غابت الشراسة وغاب الدفعية القوية جدا اللي بتميز شخصية لعيب النادي الآلي توفرت كل الدوافع الشاب عند لعيبة الإسماعيل وده الفرق اجتهاد من المدرب بإجراء بعض التعديلات داخل التشكيل لم يوتيها التوفيق تغييرات فيها اللي تموا فيها اللي استفاد منه وفيها اللي ما استفادش منه يعني صالح جمعة في الوقت اللي شارك فيه أثر أثر وأضعف وصالح فطورة في أن الناس كدت بتنتقد عدم موجود صالح جمعة والتعديلات اللي حصلت تمهي ما هي النتيجة دي حصلت بعد التعديلات دي ده اللي أنا عايز أقوله بعد الملعب ما تصلح ما حافظتش مش نتيجة نتيجة أن المود العام بتاع المباراة بقى كده وده أصعب شيء أن الفرقة تبتدي مسترخية تقدر تستنهض فيها الحمية لكن إنه فجأة كل الورق يتخلط وفجأة اللي كان أبيض بقى يسود أيها ده بقى نبدأ نضغط على الفرقة وعلى اللعيبة وعلى الجهاز وعلى الناس في الأمتار الأخيرة تفتكروا ده حرصة على الفرقة وعلى الكيان وعلى الناد وعلى البطولة ولا حسابات تانية فيه أخطاء فيه أخطاء لا شك فيه لوم فيه لوم حقيقي فيه محاسبة لازم أن تكون فيه محاسبة فيه مراجعة آه فيه مراجعة فيه قرارات مؤكد فيه قرارات بس اخدوا بالكم انت بتلعب في الأمتار الأخيرة لموسم موسم انت تعرضت فيه إلى أصعب ما يمكن أن يتعرض ليه أي نادي أو أي مسؤول تفاصيل لو تعرفت للناس حجم الضغوط اللي بيعانيها النادي الأهلي مش طبعية مش طبعية خالص موسم فعلا يسجل وتيجي من وراء قوي وتوصل إن أنت تتصدر وإن أنت تنافس بقوة وإن أنت الأقرب للاحتفاظ باللقب والناس عمال تتكلم في تفاصيل تانية خالص لصالح أطراف تانية خالص مؤكد إنه مش لمصلحة النادي الأهلي أبدا كله يقول لك الإدارة ساكتة مين قال الإدارة ساكتة؟ ولا يجب إن الإدارة تسكت ويوم ما الإدارة تسكت على إهدار مبدأ وحقوق للنادي الأهلي إحنا هنكون أول اللائمين للإدارة لأنه باستمرار أنت تعودته ملكه اكتابه واخد مسافة منفاصلة ولديه من الاستقلالية ومن الرؤية ما نحاول معه أمانة الرأي لكن مين قال لك الإدارة ساكتة؟ هو مش مطلوب ولا من أساساً هو الحقيقة الحقيقة ساهم مش من ثوابة النادي الأهلي يعني حتى ما يطع ولا ملامحوا إنه يطلع كل شوية يعمل اجتماعاته وجلساته ومشاوراته على الهواء ما تعرض له ما تعرض له كابتن مثلا ساد عبد الحفيز من انتقادات ممكن يكون منتش متفق معاه إنه هو هاربت منه جملة خلاص؟ لكن هو الراجل من الضغوط ما انت ما شفتش تقال عليه إيه؟ كل دعاة الفضيلة محدش طلع ده اللي أنا عايز أقوله بس عايز أنوصل بصرع عشان فاضل ديها إن يا جماعة الفارق بين المبادئ والتزمت في استخدام هذه الكلمة إنها تتحول إلى شيء تجلد بيه ذاتك وتسيب غيرك بيتجاوز في حقك يستمتع بيتجاوزاته ويستمتع بنقدك لنفسك وقصوتك على نفسك لأ نخلي بالنا شوية إن النادي الأهلي له في الظرف الطبيعي ولا في الظرف العام اللي يسمح بإن إحنا بطرف التزمت وفي نفس الوقت لأ عندكم إدارة بتمشي بالموروسات وماشى صح في إنها لما يتشتغل يتتكلم يتدرس يتتكلم لكن في كل موقف استحق الصلابة بتاخد موقف وتاخد موقف في منطقة الصلابة وبتلاقوا فيه النتيجة عمنا احتفاظنا بحق الاختلاف معها إذا رأينا بالتأكيد بالتأكيد ويبقى النادي الأهلي دمتم للأهلي دائماً ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلاً شامخاً وعلى خير أن نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله تصبح على خير